صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على ششة التليفزيون من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا محمد صباح الخير عليك يا منا صباح الخير والسعادة على ناس وأهل بلدنا في كل مكان مصر قالت كلمتها مبارح الشعب اختار السيد عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لولاية جديدة في انتخابات هي الأعلى من حيث نسبة المشاركة في تاريخ الدولة المصرية بنسبة وصلت إلى 66.8% حصل السيد الرئيس على 39 مليون صوت انتخابي بنسبة 89.6% بمجرد إعلان النتيجة الناس خرجت في المدين وفي الشوارع بتحتفل بفوز سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي وتنصيبه رئيس لمصر الولاية جديدة شفنا مبارح مسيرات العدد من القوى السياسية في المحافظات في جنوب وشمال سينا الفيوم اسكندرية القاهرة الجيزة الغربية سويس بورسعيد يعني نقدر نقول في مختلف المحافظات كان في احتفالات كبيرة وحشد في مختلف الميادين في مشهد بيعبر عن فرحة الناس بنتيجة الاستحقاق الانتخابي الأهم في مصر الأعلام المصرية كانت البطل في مشهد مبارح هتافات المصريين تحيا مصر في كل مكان وفي كل محافظة كانت حضرة بقوة في المشهد اللي بيعكس ثقة المصريين في القيادة السياسية وقدرة هذه القيادة السياسية على التعامل مع كل الملفات والتحديات الداخلية والإقليمية في عدد كبير كمان من وسائل الإعلام الدولية والأجنبية والصحف علقت على مشهد مبارح وقالت أن الرئيس السيسي بيقدم نفسه كزعيم قوي في منطقة غير مستقرة خصوصا أن الرئيس السيسي استطاع أن يحقق الاستقرار في ظل الخريطة الجيوسياسية المضطربة في الشرق الأوسط دي حاجة احنا شفناها ولمسناها كلنا في الفترة اللي فاتت وشفنا كمان مبارح زعماء وقدت وملوك الدول العربية والأجنبية وهم بيبعثوا ببرقيات تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وهم بيعربوا عن إعزازهم بالعلاقات التاريخية مع مصر وحرصوهم على الدفع بيها لأفاق أرحب احنا على مدار حلقتنا النهاردة هنتكلم في مختلف المواضيع ونصبح على حضرتكم مرة تانية صباح الخير يا مصر خلونا دلوقتي نصبح على زملتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات صباح الفل عليك يا دينا صباح الخير يا محمد صباح الخير يا منا صباح السعادة والتفاعل على كل المصيرين في كل مكان وألف مبروك لمصر على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة بالفعل كلنا كنا شاهدنا مبارح أعلان النتائج الرئاسة الانتخابية الانتخابات الرئاسية وخاصة كمان إن كان تحية كبيرة جدا لشعب مصر العظيم اللي نزل وشارك في الانتخابات الرئاسية ويمكن دي أول نسبة مشاركة في تاريخ مصر إنها تكون توصل لنسبة دي ده دليل كبير جدا على وعي الشعب المصري بالتحديات اللي بتواجه مصر من العالم كله ووصلنا صوتنا ووصلنا رسالة العالم كله إن مصر قادرة على إنها تتحدى كل الصعاب وإنها كمان قادرة على إنها تكون مشاركة بشكل كبير في الحياة السياسية في مصر وفي الاستحقاقات الانتخابية عظيمات مصر يعني دول طول عمرهم من بداية ما بدأنا أي استحقاق انتخابي أو دستوري بتكون دايما في الصدارة لإنها بتعي بشكل كبير جدا مسئوليتها تجاه بلدها وعارفة إن هي اللي بتعملوا ده هو بيقدم مستقبل أفضل لأولادها تحية لكل الشعب المصري وألف مبروك ونتمنى إن احنا نكمل طريقنا سوا كلنا قدينا في قدين بعض عشان نوصل لطريقنا ونكمله للجمهورية الجديدة خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم من دلوقتي الجولة المرية وخاصة إن احنا هننزل نبص على شوالر القاهرة والمحافظات دلوقتي والناس بدأت تنزل خلونا نبدأ من محافظة القاهرة ومن ميدان عبد المنع مرياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة وفي شوارع تانية كمان هنلاقي فيها سيولة مرية على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة مرية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد كمان الكورنيش متجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرية طيب لو رحنا كبري أكتوبر هنلاقي فيه كثافات مررية مستمرة لحد العباسية هدفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي كمان فيه سيولة مررية فيه كثافات أخرى في الاتجاه العكسي التاني لكبري أكتوبر ونفس الكلام المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والتيارات وصولا إلى الدائري نروح معاكم لمحافظة الجيزة ونبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المررية قبل وبعض النزلات وكمان بتكونت كثافات مررية بمحور 26 يوليو في القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر اتجاه الآخر بيشهد كثافات لكنها بتكون بسيطة ومتحركة وبتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان بيشهد كمان شارع فيصل كثافات مررية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريطية لكن بيشهد طريق المريطية الدائري المتجه إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حضائق الأهرام وصولا إلى الميدان الرماية انسيابية مررية كمان شهد شارع الجامعة العربية وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي كثافات متحركة وارتفعت الكثافات بميدان الجيزة ولو رحنا لشارع ترسى اللي بيشهد بعض الكثافات المررية نتيجة غلق شارع الهرام في الاتجاهين كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بلاء ومبابة أما محور صفط ففي كثافات مررية بتزيد الاتجاه إلى جامعة القاهرة لو رحنا شارع في صل فبيشهد كثافات مررية في الوقت الحالي تبدأ من محاطة المريوتية والحد الطلبية وبيشهد كمان طريق الدئري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء نروح معاكم لمحافظة القليوبية ولو أنت جاي من محافظات الدلتة زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل أن أنت تكمل في طريق شبرى بنها الحر علشان ما فيش أي كثافات ومنه للطريق الدئري ومحور الفريق العصار لكن اللي جاي من الزراع يبقى بتظهر كثافات مررية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدئري لكن أصبحت أقل من المعتاد بيشهد الاتجاه التاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مررية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري مركبات كمان انتظمت أيضا حركة السيارات بطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات نكمل جولتنا ونروح محافظة بورسايد هنلاقي سيولة مرية في أغلب شوارع معدى بعض الكثافات المعتادة في ساعات الضروة الصباحية زي شارع جمال عبدالداصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يولو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع من جولتنا في شوارع مصر ومحافظات مصر المختلفة تعالوا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على قرار كبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيه شبورة مائية بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فيه فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية شرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22 وأعلى درجة حرارة هتكون في 38 وأقل درجة حرارة في السلوم 18 درجة هنتابع مع حضرتكم التقسي بالتفصيل لكن بعد شوية صباح الخير على حضرتكم من جديد خلينا نبتدي بأهم الأخبار اللي معانا وأهمها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في ولاية رئاسية جديدة كلمة الرئيس السيسي اللي تحدث فيها بالأمس عن استفاف المصريين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي اللي بيدل على حيوية وفعالية المجتمع المصري بكل أطيافه وبكل فئاته من أخبارنا كمان نبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة جهود التوسع في إقامة مدارس المتفوقين ومدارس النيل والمدارس اليابانية وكمان استعرض الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023-2026 أخبار كثيرة مهمة حصلت مبارح أبرزها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية في ولاية رئاسية جديدة وعقب إعلان نتائج الانتخابات تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته للأمة وقال فيها أتحدث إليكم وقد غمرتني السعادة بمشهد استفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج عن حيوية وفعلية المجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته كما يؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية ذلك المشهد الذي تبعته عن كثب ويدفعني أن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام وكأن استفاف المصريين كان تصويتاً للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية في مشهد حضاري راقي تضافرت فيه جهود الدولة حكومة وشعباً ليخرج بهذا المظهر المشرف والذي لم يشهد أي تجاوزات أو خروقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة وامبارح أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوار مع عدد من المواطنين أثناء مروره في شوارع القاهرة وسط مشاهد من احتشاد الجماهير المصرية رفعين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب إعلام نتيجة الانتخابات الرئاسية امبارح هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوز في الانتخابات الرئاسية ونيل ثقة الشعب المصري العظيم وأكد الدكتور مصفى مدبولي رئيس الوزراء أن الشعب المصري العظيم أكد ثقة في قيادته الحكيمة في هذه المرحلة الفارقة التي تكثر فيها التحديات وتتعاظم المسئوليات ومن ثم جاءت أصوات المصريين بمثابة تقدير لما أنجزوا الرئيس في السنوات الماضية بتثبيت أركان الدولة المصرية وبناء جمهورية جديدة وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم امبارح تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري والفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية أيضاً تقدمت امبارح الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوز في الانتخابات الرئاسية 2024 وده بفضل ثقة الشعب المصري الغالية في الرئيس السيسي امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرسم توقيع مذكر التفاهم بشأن التعاون في مجال بناء مراكز البيانات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الاستثمار تأتي مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الودية القائمة بين البلدين الشقيقين ودعماً وتعزيزاً لأطر التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاستثمارية وحيث تستهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثماري بين البلدين في قطاع البنية التحتية الرقمية خاصةً في مجال بناء مراكز البيانات بين الجانبين رغبةً منهم في تسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين إن برح عقد الدكتور مصفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود التوسع في إقامة مدارس المتفوقين والنيل واليابانية وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل المصرية الدولية والمدارس المصرية اليابانية وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل بأسعار مناسبة وتحسين مستوى الخريجين لذلك فنحن نعمل على توفير الأراضي المناسبة لهذه المدارس سواء في المدن الجديدة أو في المحافظات إن بارح التقت دكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2026 وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري اللي بتلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء في معالجة العديد من القيود فيما يتعلق بأداء نظام الرقابة على تداول الغذاء وسلامته وأيضاً ضرورة التزام القطاع الانتاجي بأفضل الممارسات التنظيمية للأغذية موضحاً أن هذا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تطوير أداء العاملين بقطاع الغذاء والإنتاج الغذاء الزراعي بعد الإعلان عن نتاج الانتخابات الرئاسية بعث زعماء وقادة وملوك الدول العربية ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة أعربوا فيها عن أمنيتهم للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والتنمية في مصر بعث زعماء وقادة وملوك الدول العربية ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة معرفين عن اعتزازهم بالعلاقات التاريخية مع مصر وحرصهم على الدفع بها إلى آفاق أرحب وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهدي الأمير محمد بن سلمان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخاب فقامتي لفترة رئاسية جديدة أعرب الملك وولي عهده عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق والمزيد من التقدم والازدهار وأشاد الملك وولي عهده في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط ما بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات بدوره هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية متمنياً للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مصر وأشاد أمير الكويت في برقية تهنئته بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط دولة الكويت بمصر وأكد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطور التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى أفاق أرحب خدمة لمصلحتهما سائلاً الباري جل وعلا أن يديم على الرئيس السيسي موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لجمهورية مصر العربية ولشعبها الكريم كل التقدم والازدهار من جانبه هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية وتمنى رئيس دولة الإمارات للرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات مشيداً بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة في ذات الصياق بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للرئيس عبد الفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية من جانبه بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية أعرب سلطان عمان في البرقية عن خالص تهني وصادق تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة دعياً الله تعالى أن يوفقه في قيادة الشعب المصري الشقيق لتحقيق كافة تطلعات نحو المزيد من التقدم والازدهار والعلاقات بين البلدين الشقيقين مزيداً من التطور والنماء إلى ذلك بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة متمنياً للرئيس التوفيق والسداد وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الأمير بعث أيضاً ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة فيما بعث الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أعرب فيها عن خالص تهاني بتجديد الثقة التي أولاه إياها الشعب المصري الشقيق بانتخاب رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة متمنياً لسيادته كل التوفيق والسادات في مهام عمله الرئاسي في المرحلة القادمة تحقيقاً لطموحات ولتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء من جانبه هنأ العهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخاب رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أكد ملك الأردن في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها أكد الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين الشقيقين مشيداً ومشدداً في الوقت ذاته على إدامة التنصيق الوثيق إزاء مختلف القضايا بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من وحدة الصف العربي ويوحد المواقف لمواجهة التحديات كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة وتجديد ثقة جموع الشعب المصري فيه متمنياً للرئيس خالص النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة مصر والأمة العربية ومشيداً بالدعم المصري الدائم للشعب الفلسطيني كما تقدم الرئيس السومالي الدكتور حسن شيخ محمود بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية وهنى الرئيس السومالي الشعب المصري بهذا الفوز العظيم متمنياً لهم الازدهار والاستقرار وأكد على عمق العلاقات التاريخية والتواصل المستقبلي بين البلدين الشقيقين وبالنسبة لأخبار المحافظات في دمياط بيتم تنفيذ مشروع تطوير منطقة اللسان الأثرية وإنشاء حجز أمواج بمدينة راس البر وفي المنوفية تم تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 500 أسرى بقرى أشمال كمان امبارح في محافظة الشرقية تم الإعلان عن تحصين حوالي 442 ألف و130 رأس ماشية ضد الحمى القلعية في محافظة السيوت بيتم إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري على مساحة 20 ألف متر محافظات مصر شهدت إنبارح أخبار وأحداث كتيرة في دمياط بيتم تنفيذ مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة راس البر وبيتم إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول 400 متر لتنفيذ الحماية للشاطئ كما يتضمن إنشاء ساحات للمطاعم وانتظار السيارات وأيضاً مسار لدرجات ومسرح في سهاج أعلنت مدرية الشؤون الصحية عن وصول 43 جهاز فريزر وده دعماً لمنظومة تبريد الأمصال والطعوم بالمحافظة ورفع جفاءة العمل بها في إطار توجهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القطاع الصحي في المنوفية نظامت مدرية تضامن الاجتماعي معرض جديد بقرية جريس مركز أشمون لتوزيع الملابس مجاناً لدعم 500 أسر ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين في الشرقية أكدت مدرية الطب البيطاري أنه في إطار الحاملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضاي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تم تحصين 442 ألف و133 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع بالإضافة لترقيم وتسجيل 8636 رأس ماشية عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الرابع من الحاملة في أسيوت بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضري للخضار والفكهة بقرية الكوم الأحمر على مساحة 20 ألف متر ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي بتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنفسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية فأسوان أعلنت مدرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية تنظيم ألية توزيع كميات السكر المخصصة للمحافظة بإجمالي 919 طن حتى الآن للتأكد من وصولها إلى المواطنين بجميع المدن والقرى وجاري ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب لهذه السلعة الحيوية وتلبية الاحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعد ونستكمل باقي فقرات صباح الخيري مصر بنصبح على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي يجي معنا مع أخبار التقص بالتفصيل وهي الأرصاد بتتوقع أن النهار ده التقص يكون لطيف نهارا على قرار كبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء في شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ده على فترات متقطعة نشاط للرياح على مناطق من القارة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تفاصيل أكتر عن حالة التقص معنا على تليفون دكتورة منار غاني معضل مركز الأعلان باية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا صباح الخير على كل السابق المشاهدي أهلا بك أهلا بحديك حابين نتطمن منحة ديك عن أخبار التقص النهار ده خصوصا نحاتيجي مبارح قلت لنا أنه فيه انخفاض ده هيكون في درجات الحرارة على مدار الأيام القادمة بالفعل يمكن احنا من أمس بدأت دربات الحرارة تنخفض في أغلب مقافضات الجمهورية بالأمس تجلنا عظم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مقاوية وده تعتبر درجات حرارة حول المعدل الصبيعي المساهدة الوقت من العام مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا بدأت تكون مصادر الكتل الهوائية الشمالية قادمة من على البحر المتوسط قادمة كمان من جنوب أوروبا الكتل هي منخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير عن الكتل الهوائية الصحراوية طبعا فتدريها هنحكس من خصوات قيم درجات الحرارة يمكن خلال فترة النهار اليوم العظمى متوقع أيضا تكون 22 درجة مقاوية فبتكيل أجواء أقرب الأجواء الخلفية أو الأجواء الشتوية خلال فترة النهار لصوصة جدا تماظ المحافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال السعيد أجواء معتدلة تماما على المناطق الجنوبية الموجودة في جنوب السعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار وتحليل أن تفترة الزهيرة ثورة غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل هيكون في المزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة خاصة في فترات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر الأجواء في الفترات دي تبقى منخفضة بشكل كبير لأن احنا بنسجل كمان فيها درجة الحرارة الصغرى اللي بتوصل لأربعتاشر وثلاثتاشر درجة مقوية على القاهرة الكبرى وخاصة كمان زي ما تقول دايماً للمدن الجديدة الأماكن المفتوحة المحافظات اللي هي وهي الصحراء وبشكل كبير تحس بالبرودة أكثر وتحسد منخفاض قيم درجات حرارة أجواء باردة إلى شديدة البرودة تأغلب محافظات الجنوبية خلال فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر كمان اليوم طبعاً تستمرار لصراط الأمطار الموجودة على المناطق الساحلية ممكن حتى من الساعات الأولى من صباح اليوم من الساعات الحجر في أمطار بتتسقط على بعض المحافظات الساحلية منهم محافظة الأسكندرية وكمان شمال البحيرة هي أمطار كلها أمطار إن شاء الله تكون أمطار خفيفة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط من مطلوح الأسكندرية شمال الوكس البحري بالبحيرة كفر الشيفة بقهلية دميات برسعيد رفح العريش المحافظات دي كلها هي لمعارضة لصباح الأمطار لكن في مجمعها غير مؤثرة تماماً على أي أعمال أنشطة يومية طبعاً كمان اليوم هيكون فيه نشاط لرياح في أغلب محافظات الجمهورية لكن سرعته بتتروح ما بين 30 و35 سيلو متى على الساعة هيخلينا نحس بمزيد من الإنقصاب سقياً براجة الحرارة نحس ببرودة الجو أكثر بشكل أكبر دائماً نشاط رياح يخلينا نحس أكثر ببرودة وانصفات قيم درجات الحرارة زي مصير لأي رمال وأتربة كمان طبعاً الشبورة المائية ما زالت الظاهرة الجوية اللي بتأثر فترة الصباح الباكر ساعة الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتأدي لانصفات الرؤية الأسقية فترات الصباح الباكر لكن هي مش شبورة مائية نأكد تاني ضغبية يعني يا شبورة مائية ممكن تكون تسيطة في بعض الأماكن معها من خصوات تسيطة رؤية الأسقية وسرعاً نقتلسة مع تسيطة أشاعر الشمس صحيح أنا بشكر حديك طبعاً شكراً جزيلاً دكتورة منارغاني موعدو مركز الأنبياء الأرصاد الجوية عن متابعة اليومية مع نفس برنامج صباح الخير يا مصر خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة نبدأها من القاهرة يعني فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لكن فيه استقرار مع كده كمان فيه الأحوال الجوية لكن نخلي بنا أن في الساعة المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر درجة الحرارة بتقل بشكل كبير فنرتدي الملابس استقيلة هرجع مرة تانية ليه منه ومحمد علشان نكمل معكم في قراءة صباح الخير يا مصر شكرا لك يا ديني شكرا لك ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي حتحصل النهاردة وكمان أهم المباريات اللي حتتلاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ونتابع كمان أو نتعرف على مباراة مانشستر سيتي مع آروا الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأنداء والنهاردة هيقيم قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للأثار بالتعاون مع المكتب العلمي لوزير السياحة والأثار والمعهد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة عددا من الفعاليات تتضمن محاضرات علمية يستضيفها متحف الفن الإسلامي والمعهد الفرنسي للأثار الشرقية ومعرض مؤقت للأثار بمتحف الفن الإسلامي بالإضافة إلى ورش فنية بمقر المعهد الفرنسي تستهدف طلاب المدارس الفرنسية بالقاهرة بمناسبة مرور 142 عاما على تأسيس لجنة حفظ الأثار العربية النهاردة العشاق الكرة الإفريقية موعدهم مع ست مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا من أهمها مباراة بيرامد زمعصان دونز الجنوب إفريقي في تمام الساعة السادسة في نفس التوقيت مباراة بيترو أتلاتيكو الإنجولية مع التراج التونسي وفي التاسعة مساء يلتقي الهلال السوداني مع النجم الساحلي والنهاردة العشاق الكرة العالمية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم الأندية يلتقي نادي أوراوة اليابانية مع نادي منشستر سيتي الإنجليزي في تمام الثامنة مساء بالرحب بحضراتكم مرة تانية في ساحة أبو الحجاج لقصوري انطلق المهرجان القومي للتحطيب المهرجان ده بيشارك فيه عدد كبير جدا من الفرق وشيوخ ولاعبي التحطيب من مختلف محافظات الصعيد وكمان كان فيه تواجد في حفل الافتتاح مبارح يوم الاثنين من عدد كبير من ممثلي منظمة اليونسكو خلينا تعرف على تفاصيل أكتر معنا على تليفون الدكتور عمر الباسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة صباحا خير على حضرك يا دكتور أهلا وسهلا بك صباحا خير فاندف صباحا خير فاندف صباحا خير محمد أهلا وسهلا بحضرتك لما ليه نقول المهرجان إيه اللي بيشمل عليه المهرجان فعاليات المهرجان أنشطة المهرجان فكرة التحطيب في حد ذاتها وإحنا كمان حرك ممكن تسلحني المعلومة أنا شو تأجد إحنا بالفعل سجلناها ولا بنسعى لتسجيلها في اليونسكو تمام يا فهلا في البداية بس أحب أحب أوجه التهنية لفصامة الرئيس الفتاح السيسي على نتيجة مبارح نتيجة انتخاباته من الأن أنفسنا على النتيجة كلنا وشعب المصر إن شاء الله في تقدم مستمر لعبة التحطيب هي لعبة أساسا مسجلة في اليونسكو تسجيلة 2016 في التراث اللامادي في اليونسكو طبعا ده بفضل القائمين على العمل هنا في المجرسة الثقافة على التراث اللامادي مهرجان التحطيب بيجي سنة دي في دورته الثلاثة بيحمل اسم الظاحل الفنان الكبير عبد الرحمن الشافعي اللي هو مؤسس فكرة التحطيب مهرجان التحطيب مؤسس فكرة مهرجان التحطيب طبعا بدعم ورعاية معي لدكتورة وزير الثقافة دكتوراني فيني كلاني انطلق مبارح للمهرجان الفعاليات فعالات بتتمعها على ثلاث ايام عبارة عن مرحلتين مرحلة للعيبة ومرحلة الفن الشعبي اللاعبين التحطيب بيشتغلوا على حلقات لعبة التحطيب من بعض العصر مشايق ونصول اللعبة إلى المغرب بعد العشرة بتنطلق الفعاليات بتاعة الفرق الفنية الفرق الفنية المشاركة هي فرق كلها فرق فنون شعبية التي مستلهمة من العصايا ومن التحطيب نفسه لا فرق الصعيد هي لعبة التحطيب لعبة مصرية أصيلة طبعا في الفرعان صحيح عرفت على النقوش المعابج ويرجع أصلها لألف وتسعومين سنة قبل الميلاد بالتحديد في مقابر بني مزار بني حسن في الأسرة الحدي عشر لعبة التحطيب هي لعبة مصرية أصيلة متأصلة أصلا بالصعيد وبتدل على الرجولة وبتدل على القوة فيها حالة كده من حالات الفروسية والنبل والشهامة ودايما نحن نشوفها يعني هي مهرجان حقيقي مهرجان القوم للتحطيب مهرجان لي خصوصية كده مختلفة في مهرجاناتنا اللي موجودة في مصر الثقافية لي خصوصية في المكان وكمان فيه التاريخ وجذور التحطيب لدى الشخصية المصرية وسنعزي أسأل حركة دكتور عمر اختيار المكان وساحة أبو حجاج الأقصوري وتفاعل الجمهور والناس أكيد بيطفي أجواء مختلفة على مهرجان التحطيب لعبة التحطيب تأصلت أصلا وارتبطت باللقصور بشكل كبير وشكل عامل جدا نصم مع الراحل حسن تدحي لما عاد لعبة اللقصور في قرية حسن باتل لعبة التحطيب دورة 13 بقى 12 دورة شغالة شغالة في اللقصور كوريدي كل سنة تتعامل في اللقصور لعبة التحطيب مرتبطين جدا بشعب اللقصور والشعب الصعيبي بشكل عام ويمكن بتحصل في حلقات تحطيب من مشايخ اللعبة اللي هي بتشارك معنا من على مستوى الجمهورية من بني سويب وإينا وملاوي ولقصور وأصيوت يعني كل اللعبة اللي هي اللعبة وتأصلها من الصعيد تعتمد جدا كبيرة على كل الصعيد ودائما كنا بنلاقيها ومتوادة مع المصري الأصيل في الأفراح ومرتبطة بالأفراح ومرتبطة بالعرس المصري في التحطيب على هامش ده احنا بنشتغل مع نفس السرق الصعودية اللي كانت بتشارك معنا اللي بتقدم الفن الشعبي اللي هي متأثرة أصلا بالتحطيب وفي اللعبة العصائي طيب مدة المهرجان مستمرة معنا كم يوم أنا عارفة أنها يعني فيه إخبال كبير جدا من الناس أنها حتى تتابع وتتفرج وتشوف اللي بيحصل هو أهالي الأصول كل سنة من سنة لسنة بيستنوا مهرجان التحطيب مهرجان التحطيب ليه معاد سابت؟ احنا طبعا هعملين معاد سابت بيه شهر 12 ده كل الناس بتنتظر مهرجان قوم التحطيب ده من سنة لسنة المهرجان التحطيب هو عبارة عن الثلاث يام اللي جيين مبركة تعاليات الانطلاق احنا بنعمل على جزئين الجزء الأول اللي هي مشايخ اللعبة هي لعبة لعبة ومن ستجنة في اللينسكو عبارة عن المشايخ واللعبة الحطابة بعد العصر بنعمل حلقة تحته بالحجاج في لعبه بعد كحطابة وكلعيبة ولها مشايخ ولها أصول ولها فنون في اللعبة بعد من العصر اللي مغرب دي اللي هي فصلة التحطيب اللعبة كأصول لعبة بعد العشاء بتقدم بقى الفرق الفنية الفرق الهاية عاملة فرق السقافة المشتركة في المهرجان بتقدم بقى الفن الشعبي لأهالي الأقصر والأهالي المنطقة من بعد العيشة بتمتدل حوالي ساعتين مع ذلك وده طبعا بيقى فيه طبعا يعني دقات الطبول والنغمات والعسف اللي بيحصل. يعني فيه حالة كده من حالات الفرجة الشعبية يعني لو طبعا. هي اللعبة التحديد مرتبطة أصلا بالمزمار والطبل البيض. مزمار طبعا. يعني هي طول عمران مرتبطة بالمزمار والطبل البيض ومع الأبرح أنا مؤتد بكده. طبعا. طبعا. عندنا الفرجة الشعبية بموسيقاتها المميزة بحركاتها المهيزة. وده بتعكس يا دكتور عمر. بتعكس الهوية المصرية. وعايز أسألك هنا. يعني اللعبة التحطيب تم تسجيلها في 2016 ضمن التراث اللامادي في اليونسكو. وفيه حضور لممثلي اليونسكو موجودين. ازاي نوصل هذه اللعبة بتفاصيلها المصرية الخالصة جدا للعالم. لأن العالم أكيد يحب يتابع التراث الشعبي لكل شعب من الشعوب بشكل مختلف. ازاي نوصل الصورة دي للعالم؟ احنا كان معنا حضرة معنا الدكتورة نهلة إمامي اللي هي مستشارة معنا الوزيرة للتراث اللامادي وهي أساسا صاحب تسجيل اللعبة في اليونسكو وهي من الناس اللي شاركت جدا بفعالية احنا بنمعنا في اليونسكو بنعمل تأريض. هي بتعمل دكتورة نهلة بتعمل تأريض عن فعاليات المهرجان السنوي للتحطيب من فعاليات من صور من بتاعه ومسجل وبنبعد دايما باستمرار تأثير اللعبة واستمرارنا في اللعبة. ليس لعبة مش نسجلت وبس لا فيه ممارسة وفيه استمرارية لأن اليونسكو بيتابع وبيحرص أن الموضوع مش لعبة وقلس لا فيه استمرارية وبتواجه شكرا جزيلا دكتور عمر البسيوني رئيس الهيئة العامة لخصور الثقافة وصباح الخير على حضرتك. للسنة التانية بقى على التوالي يوسف ناصر بيفوز بجائزة أفضل مصور هاوي في العالم. المسابقة دي بتم تنظيمها في بريطانيا ويوسف حصد على الجيزة في فئة الشباب من سن 13 سنة 21 سنة. شعرنا مننا خبر جميل كده ومبهج ومفرح معانا. على الهاتف دلوقتي الفنان يوسف ناصر. نتعرف منه على تفاصيل المشاركة في هذه المسابقة. صباح الخير عليك يا يوسف. وألف مبروك أولا. صباح الخير. الله يبرك في حضراتكم يا رب. حابين نعرف منك ونعرف كده السادة المشاهدين طبيعة المشاركة في المسابقة دي ونوعية المشاركة. الصور اللي انت شاركت بيها. طبعا وقبل كل حاجة. هو كل حاجة بتوفير ربنا الحمد لله وكرمه في البداية هي المسابقة. هي مسابقة تعملها مجلة بريطانية اسمها أماتر فتوغرافر المسابقة دي ستتعمل بشكل سنوي كل سنة. بيكون المشاركة فيها على مدار السنة بتكون المسابقة عبارة عن عشر جولات كل جولة بنقدم فيها صور وبيبقى فيها ملاكز توب تن. هو بنقدم الصور وبنجمع نقاط وفي آخر المسابقة في آخر السنة في شهر 12 وتحديدا كان يوم 16 الشهر ده تقريبا أعلنوا النتيجة للسنة التانية على التوالي الحمد لله قدرت أن أحصد اللقب بعد منافسة قوية جدا مع مصورين من داخل مصر لأن طبعا المشاركة السنة اللي فاتت كان الموضوع بالنسبة للمصر يعني هو مختلف شوية أن مصور عنده 19 سنة قدر أن هو ياخد لقب أفضل مصور على مستوى العالم فالموضوع كان كان يعني بالنسبة للمصورين في مصر هو موضوع مش مسهل أن هما يقدروا أن هما يحققوا إنجازة يدور خاصة أننا يعني كانت السنة اللي فاتت ما كانش حد متخيل أو مصدق أننا أصلا أصلع من التوبتين على مستوى المسابقة فأننا أخد مركز أول فده شجع مصورين كتير جدا في مصر مصورين جديد مش حرفة لي يا يوسف بتقول المصورين في مصر بالنسبة لهم الموضوع صعب أعتقد أن التصوير في أي مكان في العالم واحد يعني القدرات الإبداعية بقى هي اللي بتختلف من أي شخص للتاني أنت قدرت تحصد يعني المركز الأول لتاني سنة قل لي بقى الناس اللي كانت مشاركة البلاد اللي كانت مشاركة أبرز الناس اللي كانوا موجودين ومدام أنت قدرت تأخذ الجايزة للمرة التانية فأعتقد أنك عرفت التفاصيل الصغيرة اللي تقدر من خلالها تفوز بقى أكيد طبعا هو يعني في البداية هو المسابقات بتكون يعني كل واحد بيبقى الكيمياء بتاعته ماشية مع مصابقة معينة فأنا التصوير بتاعي هو أقرب للمكان دوت فالناس بالنسبة لهم من التصوير دوت بيحبوه فما بشارك فبيكون ليا فرصة أعلى إن أنا أفوز عن باية المنافسين لأن التصوير بتاعي قريب من التصوير المسابقة دية ممكن أشارك في مصابقة تانية ممكن ما يبقاش ليا نصيب أو حظ فالأول وفالآخر هو توفيق وكرم من عند ربنا أننا نقدر عمل إنجاز كبير زي دوت بس إحنا شايفين يوسف شايفين نحن لاحظين الصور نحن نشوفها دلوقتي على الهوى يعني فيه كده اهتمام بالتفاصيل المصرية اهتمام بالأمكنة بالوجوه كمان شفنا أكتر من وجه مصري شفنا أماكن تاريخية مختلفة زي الألعة زي أماكن أخرى كنت قاصد أنك يبقى فيه البصمة المصرية في الصور ده جامع الحكم بأمر الله أظن صح اه أكيد طبعا يعني أنا من الناس اللي شايفة أن المصر فيها حاجات كثيرة جدا محتاجة أنها تتصور وتتوسق ويمكن كانت من أبرز الصور اللي صورتها هي صورة المرماح في موليسيدي عبد الرحيم الإنهاوي دي كانت أول سنة دي السنة اللي فاتت أسافر الصعيد وأستكشف الصعيد فأكدني بالنسبة للصراحة تجربة مختلفة جدا وما زلت شايف أن مصر لسا جواها حاجات كثيرة جدا محتاجة بس أن أحد يلف ويستكشف فيها حاجات كثيرة لأن إحنا عندنا كنوز مش موجودة في العالم كله يعني في مصورين بيتيجي مصر بيتصور صور الصور دي حاليا يعني هي تعتبر أخذ الجواز العالم كله من صورة واحدة من مصر فده معنى كده أن مصر لأ فيها كثير جدا بس إحنا محتاجين نحن نشوف تسلم يدك يا يوسف واختيار الصورة وفن اختيار الصورة يعني فكرة اختيار الصورة من مولد سيدي عبد الرحيم القناوي ده دعوة كمان لتنشيط السياحة على أماكن مختلفة إيناس مش متعودة تيجي مصر وتشوفها شافتها من خلال الصورة بتاعتك كل شكر لك يا يوسف ناصر الفائز بجهزة أفضل مصور هاوي في العالم دلوقتي معدنا مشاهدين مع موجز لأهم الأنباء موجز الثامنة صباحا مع دينا شرف تفضل يا دينا شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي سعادته بمشهد استفاف المصريين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعاد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج على حيوية وفعالية المجتمع المصري وعرب الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ألان فوز بالانتخابات الرئاسية الفين اربع وعشرين عن عظيم تقديره وامتنانه لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات هنأ عددنا من ملوكي ورؤساء الدول العربية والأجنبية الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وعرب ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية عن تمنياتهم للرئيس السيسي بالتوفيق في تحقيق المزيد من إنجازاته من أجل التنمية تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصلا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تقدم بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بولاية جديدة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفلسطيني أبدى تمنياته للرئيس السيسي بخالص النجاح والتوفيق لما فيه مصلحة مصر والأمة العربية مشيدا بالدعم المصري دائم للشعب الفلسطيني ومن جالبه وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الفلسطيني مؤكدا موقف مصر ثابت دعما للقضية الفلسطينية وحرص مصر على بدل كل الجهد للممكن لحماية الأشقاء في فلسطين كما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطنيو جوتيرش وأطرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتواصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية مشددا على ضرورة إطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومن جانبه أشهد جوتيرش بالجهود المصرية لوقف نظيف الدماء مؤكدا حرصه على التنصيق المستمر مع مصر للخروج من الأزمة الجارية أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين غالبيتهم أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم نصيرات ودير البلح وأستاطى قطاع غزة ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين على الأقل بينهم خمسة أطفال وإصابة آخرين كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين بينهم ثلاثة أطفال أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مصيرة شنتها قوات الحوثي وقال أوستن أن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا مضيفا أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ذكرت وكالة رويترز الأنباء نقلا عن مصادر أمنية بحرية أن سفينة تجارية خطفها مهاجمون مجهولون لا تزال قبالة ساحل الصومال مما يثير مخاوف من تفاقم حالة عدم الاستقرار في الملاحة العالمية في ظل تصاعد الهجمات في البحر الأحمر وأوضحت تيرويترز أن شركة الأمن البحرية البريطانية قالت أن السفينة وصلت إلى مسافة تسعة أميال قبالة الشاطئ من بندر موركايو في إقليم بلاد بونت بالصومال مضيفة أنها تتعاون بشكل وثيق مع سلطات المحلية الصومالية من أجل متابعة شاملة ولا تبادل المعلومات ورياضيا يلتقي منشستر سيتي إنجليزي اليوم مع أرواو ريد دايمونز الياباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم الأندية المقامة في المملكة العربية السعودية وكان أرواو قد تأهل إن نصف النهائي عقب فوزه على اليون المكسيكي بهدف مقابل لا شيء في الدور الثاني من مونديال الأندية ختام موجة الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر شبابنا الحقيقة بيفرحنا دايماً وبيشرفنا في كل المحافل والمؤتمرات الدولية آخرها المؤتمر الدولي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة كوب 28 للتغير المناخي لانعقد في دبي كان فيه مشاركة لأول مرة من وفد مصري تفاوضي من الشباب الشباب المصري اللي شارك عبر عن مواقفه في مفاوضات حول التغير المناخي وكان ليه رأيه مشاركة إيجابية وفعالة جداً في مؤتمر المناخي احنا محتاجين نعرف تفاصيل من أكتر من اتنين بقى من أصغر أعضاء وفد المفاوضين لمؤتمر المناخ مادونا عبدو وسلمة شريف صباح الخير يا بنات من أمرنا أهلا وسهلا بيكم طيب في البداية كده عايزة أعرف بقى الاختيار فكرة اختيار وفد تفاوضي وتروحوا وتتكلموا وانتو اتنين أصغر المشاركات عايزة عرفوا قصة كلها مش ازاي طيب هي ابتدت الأول احنا كنا قدمنا ان احنا نبقى جزء من لجنة استشارية وطنية فاللجنة دي كان قدم عليها ناس كتيرة جداً وإحنا اختارونا من تقريباً أكتر من 1800 أفليكيشن تقدمنا داي يعني عرفتي ازاي شدتوها من امتى طيب هو يعني كل حد كني قصة مختلفة لأيناها ازاي شوية بس أنا كنت لقيتها لأن أنا كنت اشتغلت قبل كده مع وزارة الشباب والرياضة كنت جزء من الكوب 27 نيوز تاسك فورس فأنا كنت قريدي متابعة اللي بيحصلها هكونا منزلين وقتها كان نازل على البيتش بتاعي توزارة الشباب والرياضة وكنت لقيت الأفليكيشن وحبيت أن أنا شارك لأن يعني مش كتير قوي ما بنلاقي حاجات يعني ناشنل لموضوع المناخ لسه بس الوقت هوا يعني أزينا بنبتدي تمام مادونا بزوط هي نفس الفكرة احنا كنا بنقدم ولقينا الإعلان بتاع اليوز تاسك فورس كان السنة اللي فاتت كان بدأوا الشباب أن هم جيت انفولفت أكتر في كوب 27 أنا برضو كنت موضفة في كوب 27 بس مع ديليجيشن تانية وردي عندي الإنيشيتف بتاعتي اللي هي بتشتغل على الكليمت تشينج فأنا أورادي انفولفت في الحتة دي فلما لقيت إعلان الشباب والمناخ على لينكد إن قدمنا كلنا كنا حوالي 1800 شخص من الشباب قدموا مورينا بفلتريشن بروسس طويلة شوية كان فيه الأبليكيشن ما كانتش سهلة فكرة التصفيات اللي أعطيتوا عليها التصفيات بدأت في الأول بالأبليكيشن خلال أنحنا نقدم سرور الأبليكيشن بعد كده كان فيه انلاين انترفيو لناس فلترد من 1800 لهم كانوا حوالي 50 حد كان منظمات كتير بتشرف عليه زي اليونسوف زي وزارة الخارجية ناس من وزارة البيئة ناس من وزارة الشباب من حاجات مختلفة كمان من اليوان بعد الانلاين انترفيو دوت تعمل لنا انترفيو تاني لعشرين شخص بس من اللي اتخذوا من الخمسين اختاروا منهم تسعة احنا كنا من ضمن التسعة اللي هيسافروا ومش بس احنا هنسافر احنا كلجنة شباب المناخ احنا مكملين اكتر من سنة او يعني حوالي سنة ونص تقريبا ان احنا هنعمل اكتافيتيز كتير هنحاول نجات الشباب ان هم يجات انفوفت اكتر كمان في موضوع المناخ سلمة مدونة عملوا انجاز عظيم جدا حاجة عظمة على عظمة ما شاء الله عليكم وبجد يعني حاجة تشرف جدا انكم تتعدوا كل المراحل دي لغاية ما تشاركوا وتمثلوا وتحملوا اسم مصر في مؤتمر كوب 28 في دبي قبل ما نروح هناك بقى ونتكلم على التفاصيل والجلسات واشتغلتوا ازاي وايه كان دوركوا كوافد تفاوضي مهم جدا لاستعداد قبل كوب 28 استعدتوا ازاي هل كان في دورات معينة في برامج معينة اشتغلتوا فيها على نفسكوا قبل ما تسافروا كوب 28 سلام احنا مرينا بمراحل كتير جدا من التدريب احنا كان في تدريب انلاين وكان في عبارة عن سيشنز مختلفة عن كل التوبيكس المختلفة في المفاوضات نفسها والاساسيات كلها بتاعت كوب وبعدين كان في معسكر مغلق خمس ايام كنا كلنا وقتها عادنا مع بعض وبرضو خدنا تاني كورس مكسب عن كل النيجوشيشن والسيستم بتهريته كورسات يعني اه الحمدلله وبعدين كان فيه تاني كان فيه بروجرامة عمل في الريدس كارلتن كان يومين حضرناهم برضو كان بمشاركة وزارات واليوان ويونيساف وكل المؤسسات دي كنا موجودين هناك وبرضو كان بقى زي اقرب الى سيميوليشن بقى زي النيجوشيشن وكنا عملي زي وكنا متأسين بالزبط فيعني احنا وشوفنا كل حاجة كنا جاهزين لكل شي دون بالزبط احنا عدينا على اكتر من مرحلة من التدريم وعملنا سيميوليشن عشان نبقى برضو فاهمين اكتر احنا من جوة شكل البروست نفسها تبقى عاملة ازاي كدونك الشباب هيبقى ايه جوة المفاوضات وده بصراحة اسهم كتير فاهمنا هناك كنا من اكتر الناس الوفود الشابية اللي فاهمة كويس هي رايحة تعمل ايه اللي فاهمة ايه اللي بيحصل كويس وانفولفد في كل طابق لان احنا برضو تقسمنا طابقس يعني كل حد فينا جوة المفاوضات كان مسك طابق مختلف عن التاني فكنا يعني في حتة معينة طيب انا حسنا حتى نكلم في الموضوعات ورؤوس الموضوعات من غير معرف انتوا ايه اصلا اللي خلاكم مهتمين ناحية الشغل في التغيرات المناخية وفي مؤتمر المناخية يعني دراستكم ايه انتوا بتعملوا ايه بتشتغلوا ولا لأ عمركم السنية دين تفاصيل يا سلمة ويا مدونة طيب انا فتلت اعلام جامعة القاهرة متخصصة في علاقات العامة والاعلان انا لما ابتديت الاول اللي دخلني اصلا في موضوع مجال التغير المناخي هو انا كنت الاول رحت كان فيه السنة اللي فاتت قبل كوب 27 كان فيه حدثة عمل انا كنت بترجم فيه فانا كنت بترجم السيشنز عن التغير المناخي بس ما كنتش لسه متعمخة قوي انا بس بترجم بعدين حسيت ان لا فيه موضوع يعني حسيت ان فيه حاجة بتحصل فابتديت ان انا اقرأ اكتر وبعدين بقيت بقى جات الفرصة ان انا بقى جزء من الكوب 27 نيوز تاسك فورس ومنه بقى ابتديت اشتغل وبعد ما حضرت كوب 27 حسيت ان انا عايزة ابقى جزء من اللي بيحصني عايزة ابقى اشايرك بقى انا بالنسبالي قصوتي كنت مختلفة شوية انا خمسة صيدالة القاهرة بدأت فكرة التغير المناخي دي انا بتيت تعلم عن الاستدامة من وانا في سانوين من كذا بروجرام وحاجة طبعة الافريكان فابتتفهم يعني ايه اهداف التنمال المستدامة يعني ايه كلايمت اكشن يعني ايه التغير المناخي بس بعد كده اما دخلت الكلية برضو كنت انفولفت في كذا حاجة تابعة المركز الثقافي البريطاني اللي هي علاقة بالاستدامة السنة اللي فاتت مع كوب 27 بدأت الانيشيتيف بتاعتي انا واصدقائي اسمها ريسايكلوبيديا احنا بنشتغل علاقة اوعية عن القضايا المناخية والاملمنتيش بتاعت ريسايكلينج اللي هو ان ده حاجة انا مهتمة بها جدا وحاجة مهمة جدا ان احنا نهتم بها الفترة دي بالزات سلمة وما دونها وصلوا دبي مع بقية الوفد التفاوضي اللي بيمثل الشباب المصري حكونا بقى عن التفاصيل احنا متكلم على مؤتمر عالمي غير مسبوق اكبر مشاركة في تاريخ كوب بنشوف عدد كبير جدا من رؤساء الدول والزعماء والوزراء وممثل المنظمات الدولية يعني فرصة مهمة جدا انك تشوفي رموز العالم كله في مكان واحد احكونا بقى من اليوم الاول نشاط الوفد التفاوضي المصري كان عامل ازاي سأل طيب هو زي ما مدونا قالت احنا كان كل حد متقسم على موضوع يتابعه يعني كل حد كان بيتراك توبك معين فانا انا كنت جاية بالباتش بتابع فيه انواع مختلفة انا كنت جاية كيونيساف اوبزيرفر مراقب لليونيساف فانا كنت بتابع اكتر الحاجات اللي بتخص الشباب والنشط وبرضو مع الوفد كنت بتابع الحاجات اللي بتخص الجندر فانا كنت في كل حد لحدهم بس يعني انت كنت موجودة ممثلة لمكانين او لمؤسستين بالزبط بس الباتش بايد سنة ان انا مقدرش اكون جوا المفاوضات نفسها فيه حاجات ممكن احضرها وفيه حاجات لا لانه مش بايتي باتش ممكن مدونا تقدر تتكلم اكتر موضوع بايتي بس انا كان فيه حاجات معينة ممكن احضرها شوفنا بقى السيشنز النقاش بيبقى متحمسين جدا ممكن يتناقشوا ساعات في مساء كلمة واحدة ان احنا هنغيرها ايه الموضوعات اللي انت تبعتيها وحسيت كده ان انت مهم مهتم بيها جدا طيب اهم حاجة هي بتبقى دايما اليوث انكلوجين وشاركة الشباب تأكيد تهم منها فهو دايما بيتكلموا ان لازم الشباب يشاركوا اكتر مثلا في الانديسيز الانديسيز اللي هي بتبقى ان كل دولة بتقول ان انا مثلا بسنة كذا انا مثلا هقلل استخدامي للفحم بنسبة كذا بنحط النفسين اهداف معينة كل بلد بتحط النفسها حسب مقدرتها فمثلا زي حاجة ان احنا لازم لقى الشباب يبقى ليهم رأي او الناش يبقى ليهم رأي لان في الاخر هو مش بس كمان مستقبلهم هو كمان الحاضر فلازم ان يبقى ليهم رأي وصوت في الحاجات ذي فانا كنت في الناحية ذي اكتر بالنسباني انا كنت بورتي باتج بورتي باتج دوت اللي هو يعني حد الوفد التابع للحكومة اللي هو يقدر يخش المفاوضات ويشوف ويتكلم انش اخسابوا هدنا جدا مؤسرة جدا هي متقسمة باتجات يعني هي في اوبزيرفرز طبع اليوان مثلا في هوست كونتري في سيفل سوسايتي اوبزيرفرز فهو في براس باردو فهو احنا كنا بورتي باتج اللي هو بي انا كنت انفولفد اكتر في النيجوتشيشن جوال بروسوس نفسها انا كنت بتابع حاجة اسمها الادابتيشن اللي هو التكيف المناخي التكيف المناخي ده بوردو عشان الناس بورت تبقى فاهمة هو ان كل مثلا دولة بتتأثر بشكل معين بالتغارة المناخية مثلا عندنا اسكندرية مثلا الشواطئ بتادي التغرق وعندنا حاجة ايان عندنا مشكلة مستوى البحر بيعلى وهكذا فدي دي مشكلة كبيرة احنا ازاي نتكيف على المشكلة دي ازاي الدول الكبيرة اللي هي الديفالوبد كونتريز تساعد الديفالوبين كونتريز ان هي تتخطى هذه المشكلة وتحاول تصلح وتعمل مشاريع ويدوهم فاند فانا كنت بتابع اللي هي الادابتيشن بروسوس دي كنت دخلة في كل النيجوتشيشن اللي هي علاقة بالادابتيشن كنت بشوف ازاي بقى الدول يعني ده كان البوينت الفارقة من كوب توني سيفن لكوب توني ايت ان احنا مكناش انفولفت جول النيجوتشيشن نفسها الوقت احنا كنا موجودين بنشوف الدول ازاي بتتفق ازاي بيتكلموا على كل تاكست على كل كلمة عايزين يعدلوها على كل اتفاقية فكنا جول النيجوتشيشن نفسها طيب انتو كنتوا جزء اكيد تم اعدادكم عشان تقوموا موجودين ضمن الجزء التفاوضي للوفد المصري حتى وان كان الوفد المصري الشبابي فكرة بقى عرض التجربة المصرية واذا قدرتوا تشتغلوا على الموضوع ده والمساعدة بقى في ان انتو بتتكلمي عن سياغة بتحصل الاتفاقات ده كله ازاي حصل العرض التجربة المصرية وده احنا مكناش بنعمل كده احنا كنا بنشوف التجارب الاخرى يعني احنا مكناش معاكم احنا كمصري بقالينا الفافليم بتاعنا زي كل الدولة فإحنا طبعا كان كل يوم بيقى في فعاليات وكل حاجة حتى كان في يوم انا كنت في ساشن مع اتنين تانين برضو من الوفد الشبابي معانا لوجي وحسام وكلمنا فيها عن ازاي الرحلة من كوب 27 لكوب 28 ازاي الدولة ادرت انها تساعدنا خصوصا وزارة الشباب ورياضة انها ازاي خدت بادينا ووصلت صوتنا وجهزتنا لحاجة كبيرة كده وان احنا ازاي نقدر ان احنا نوسع التجربة دي منها ما تبقاش بس او التسعة تلاف او يعني اكتر عدد ممكن طب انا عايز اسألكو على ازاي تفعلتم كده وحصل مشاركة وحوار مع وفود شباب العالم لانه احنا متكلم على منصة بتتيح يعني اكبر مشاركة من وفود سواء رسمية او حتى على المستوى الشبابي في العالم كله دول مشاكلها المناخية قريبة من المشاكل والقضايا المناخية المصرية ازاي حصل ده وده اضاف لكو ايه ان انتو بتتعاملوا مع جنسيات وثقافات مختلفة في مكان واحد لمدة اسبوعين احنا بتكلم كوب 28 استمر لمدة اسبوعين مادون بالنسبة للوفود الشبابيات التانية احنا كنا بنقابل فحاجة يعني نشيد بيها ان احنا كنا تسعة وكان كل حد فينا بيفولو او بيتابع قضايا معينة الوفود التانية الشبابية حتى من دول كبيرة جدا واحنا بنعظم في الدول دايما كان اقل مننا يعني كان فينا كتير الوفود بتاتها اقلب كتير جدا مننا كعدد ومش بيتابعوا حاجات معينة كانوا مفرقين ومشتتين في الكوب يعني وهما كانوا شايفين ان عندنا المصر ان كان فيه اهتمام كبير قوي بينا وان احنا سلكتد بطريقة معينة ان احنا مركزين كل واحد فينا على طابك كانوا حتى هما بيقولوا دايما ان فيه اهتمام في حد بيتابعك وفي حد بيوجهكو فدي كانت حاجة مميزة جدا 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 لنا كوافد مصري وان احنا كمان كاول مرة يبقى وفد مصري موجود كان لنا موجودة على الساحة بشكل ظاهر جدا حتى كان فيه ناس عارفين اردي من البوست اللي نزلت على كوب 27 ومن وجودنا ومشاركتنا جوا المؤتمر نفسه هو انا بالنسبالي الموضوع بيبقى جميل جدا ان احنا مجتمعين كل حد جاي من حتة مختلفة بس فيه قضايا معينة بتجمعنا واكتر ناس بحس انهم مقربين مننا طبعا العرب وفي نفس الوقت الجنوب العالمي عمتا بيبقى انهم في الظروف مشابهة بيبقوا دايما متحمسين ان احنا نتشارك ونفكر في حلول سوا بيبقى فيه بيبقى دايما موجود وحماس بحيث ان هو يعني هو ده اللي احنا محتاجين عشان نتخطي حاجة كده طيب اكيد اتفقتوا على مبادرات اكيد اتفقتوا على اتفاقات جانبية كده ما بين الشباب مش بشكل رسمي ولكن عملتوا كده مع بعض نوع من انواع البريندستورمينج او العاصف الزهني بحيث ان انكم توصلوا لافضل نتائج فيه للمؤتمر اتفقتوا على ايه واتكلمتوا مع مين اكتر دول عرفتوا تتكلموا معاها او ممثلي دول عرفتوا تتكلموا معاها اوكي احنا كشباب احنا كنا مفوضين مكانش حتة الانيشيتيف دي انفولفت في الحتة دي بس احنا انفولف فيها في مصر في الوقت ده احنا هنبدأ ان احنا نمكد ولكن الشباب اللي احنا زي مثال ما قالت احنا كلام يجب معنا هدف واحد اللي هو التغير المناخي ان احنا نساعد في فتقريبا كل حد فينا كان عنده الانيش بتاعته في البلد فان احنا نقعد ونكونكت ونفهم طب انت بتعمل ايه في البلد طب انت بتساهم ازاي طب احنا ممكن نعمل ازاي مميزة دي كانت حاجة مميزة جدا ان احنا نفهم تجربتهم عاملة ازاي ازاي ادري ساهموا في مجتمعهم فدي كانت من اكتر حاجات المفيدة بالنسبة لنا الكولتشرال وان احنا نتبادل الخبرة والمعرفة بتاعتنا كل واحد ازاي بيشتغل في بلده سالمة هي تقريبا نفس الكلام بالزبط يعني ما كانش الموضوع شغال بشكل فردي كنتوا شغالين بشكل مع بعض بشكل او شكل وفود على بعضها النقشات كانت بتبقى في شكل مجموعات ما فيش مناقشات وان تو وان يعني او كده كل يوم في كوب 28 كان بيحمل عنوان الشباب الصحة التعليم يعني عنوان كتيرة جدا الموضوعات كتيرة جدا انا حابب اعرف منكو اهم القضايا اللي انتوا كنتوا مهتمين بيها وشفتوا ازاي مخرجات كوب 28 يعني مثلا بيقولوا انه هو القرار التاريخي او الاهم زي السيد السلطان الجابر رئيس المؤتمر بيقول انه القرار التاريخي انه هيبقى ده بداية نهاية استخدام الوقود الاحفوري بحلول عام الفين وخمسين بيش ابقى في استخدام الوقود الاحفوري اللي هو البترول وغيره وهيبقى الاعتماد اكتر على الطاقة المتجددة شايفين التوصية دي ازاي وهل هي فعلا توصية تاريخية او لا وعموما الايام المقسمة في كوب 28 تعملتوا معها ازاي طيب تمام هو زي الحاجات اللي انا كنت اكتر مركزة عليها الشباب والجندر او وبرضو كان موضوع الفاينانس مهم جدا تمويل او بالظبط التمويل ان احنا محتاجين كل مرة كل كوب بيحصل السؤال ده هنمول المشروعات التكيف البيئة ازاي بالظبط انه مفروض يعني مفروض انه في احتياجات مختلفة وحد يساعد وحد ياخد بس دايما فيه نقاش ان لا ليه ما نساعدش كلنا فانا شايفة ان هو مقدرش اقول تاريخي اوي هو احنا يعني قرار حلو جدا وحلو ان الدول السنة دي قدموا وعود وقالوا ان هما هيدو مبالغ معينة دي حاجة ما كانتش بتاعش الكتير اوي اخيرا قالوا ان احنا هندي مبلغ معين للوصن تعملتش فانت 83 مليار دولار او غير تعهدات بس طبعا يعني اللي يجيش واحد فمية من اللي احنا محتاجينه فلسه الطريق يعني لحد ما تهوي ولكن الموضوع ان الوقود الحفوري اخيرا اتحط بطريقة واضحة دي حاجة كويسة بس باردو اللغة كان محتاجة تكون ادق يعني احنا المكتوب بزبط ان احنا او اترانزيشن او اترانزيشن او افرام فده ان احنا لسه مش ان احنا مش هنستخدمه ان احنا هنبعد عن استخدامه لسه اللغة مش دقيقة للدرج بس هي يعني خطوة في الطريق الصحيح مهارات السياغة دي اعتقد انكو اكتسبتوها من هناك يعني من اللقاءات المتعددة سواء من كاب 27 او كاب 28 لان ما اعتقدش انه لو احنا طرحناه كده عادي حد حيبق اواخد بالهم من تفاصيل حد حيترجم بالشبه يعني او بالمعنى خبراء متخصصين وتاخد بالها ترجمتها ايه مش قاطعة مش حسامة يعني وكان فيه دايما خناقة على الفيزنج اوت والفيزنج داون الفيزنج داون ان احنا نقلل من استخدام الوقود لكن الفيزنج اوت يعني احنا ننهي استخدام الوقود دي كانت خناقة دايرا في النيوشي متعلم منك يا مدونة الله لا 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 مش كده طبعا يعني احنا مكناش فاهمين دا في الاول او فكرة الوردينج وان كل كلمة بتفرق يعني دي السياغة دي كانت صعبة جدا جدا بالنسبة لنا احنا طب كل كلمة بتفرق جامد جدا فدي حاجة في عالم زي ما حالك قلت احنا قعدنا كل مرة طب بجد بتخلنا قع الكلمة دي باين نفهم شوية لا الكلمة دي فعلا ممكن تفرق الكامة الفصلة الحاجات دي بتفرق اجامد جدا في كوميتمنت الدولة لو في الحتة دي هي التزامها مختلف تماما غير لو الكلمة دي مش موجودة او لو كلمة دي مختلفة شوية فدي كانت حاجة مميزة جدا جدا ان احنا نفهمها كشباب ما كانتش سهل قوي بنسبة انتو شفتوا الوفود المختلفة من الدول المختلفة يعني اكتر ناس كانت منظمة مين وفود العربية كان فيه بينها اتفاق بحيث ان يبقى فيه عمل عربي مشترك ولا كانت الامور عالم واحد فالقضية واحدة فكله بيقدم تجربته بنفس الشكل اوكي هو مبدئين كده الدول متقسمة جروبس معينة بحيث ان هما بيعملوا قبل الميتنج الكبير اللي مع كل الدول فمسلا فيه الجي سيفن سيفن ده اللي بيضم كل الدول النامية developing countries يعني وفيه جروب الافريكان جروب فيه كل الدول الافريقية فيه الالديسيز اللي هو least developing countries اقل الدول النامية فهم متقسمين فيه طبعا الاراب جروب فكل مجموع كانت بتعمل ويتطفقوا على موقف واحد هيطلعوا بيه تكلموا بيه في النيجوتشيشن فما كانش مش لازم بكل دول نهاية تطلع تقول رأيه لأهم بيتطفقوا مع بعض وفي الاخر يطلعوا يقولوا رأيهم انتو حضرتوا الجزء ده انتو حضرتوا الاتفاقات وحضرتوا المفاوضات كل واحد يسوا البادش بتاع لان احنا مش بنتكلم عليكم انتو الاثنين احنا بنتكلم على كل العضاء اللي كانوا مهمون الوافد كل الناس اللي مع بارتي بادش كانت بتحضر كل ال ونشوف كل الدولة كل دولة موقفها ايه جوة ونطلع بقى نشوف الصورة الأكبر لو هم ممثل من كل جروب بيقول بقى ايه الوضع كمان ادارة كوب 28 اطلقت منصة اللي هو البرنامج الدولي لمندوبي الشباب وتم اختيار حوالي 100 شاب من دول مختلفة وتحديدا الدول النامية او اللي بتعاني من اضرار مناخية كبيرة دي منصة كمان مختلفة تعملتوا معها ازاي في دبي البرنامج الدولي لمندوبي الشباب يعني تعملنا هو بتبقى دايما الاستفايدة برضا ان احنا نسمع من وجهة نظرهم لان احنا على قد ما احنا متضررين احنا برضو ما زلنا في نعمة الحمد لله فهما بيكونوا جايين يعني جايبين لنا خبرات ومعلومات احنا مكناش نتخيل ان الموضوع للدرجة فده بي بيزود العزيمة والاسرار لان لازم فعلا كلنا نشتغل سوا لان منسبش حد يعني دايما بيبقى انتونيو جوتيريز دايما بيقول لان لا نترك احد ما نتركش اي حد دوره فبيبقى بنشوف الستراجلز المختلفة دايما بيحط بموضوع في وجهة نظر مختلفة ان انا اشوف لأ ده يعني في حد محتاج مساعدة اكتر كمان احنا كشباب كلنا متعلم مع بعض دي حاجة مهمة جدا احنا وصلنا معاناك ولنهاية الفقرة دي كنا حابين يتكلم اكتر ونشوف تجارب كمان متميزة ليكو في دبي شرفتونا بجد كل الشكر ليكو والسبعة التانيين انتم تسعة اول فريق تفاوضي من الشباب المصري بيشارك في كوب 28 مشاركة شبابية وكمان عليكو دور لما رجعت الحمد لله بالسلامة ان تكون تنشروا فكرة الوعي بقضايا المناخ في موحدكم يعني في الجامعة في كورية أعلام القاهرة او في صيدالة او غيرهم لانه بدأ الشباب كمان يهتم بقضايا المناخ العالمية بشكل كبير الفترة الاخيرة شكرك شكرا يا جزيلا نورتونا سلمة شريف مدنة عبدو نورتونا وصباح الخير عليكم مشاهدين احنا لسا موجودين معاكم خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم بقية حلايا موسيقى نصبح على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي يجيب معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني المنتخب من مصر تماسك بنت الموم جميع اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة في الموعد المحدد وده وفقا للاقاحة الفيفا اللي بتنص على سمح للعابين المحترفين بالانضمام الى منتخبتهم قبل البطولات المجمعة ب14 يوم واكد فيتوريا ضرورة انضمام جميع اللاعبين المحترفين في الموعد المحدد يوم 3 يناير المقبل وده قبل اللعب اول مباراة للفراعنة في البطولة امام موزنبيق يوم 14 يناير المقبل النادي الاهلي خسر امبارح امام فرامنانسي البرازيلي بنتيجة 2 صفر في اطار دور النصف النهائي لكأس العالم للاندية وكده تأهل فريق فرامنانسي للنهائي وينتظر الاهلي نتيجة مباراة منشستر سيتي وارواوا الياباني للعب مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع فريق منشستر سيتي الانجليزي ادى ميراني مبارح لمواجهة ارووا الياباني النهاردة في النصف النهائي كأس العالم الاندية بسعودية وغاب ثنائي ارلينج هالند وجيرمي دوكو عن تدريبات منشستر سيتي بسبب الاصابة بينما شارك النجم كيفين دي براين في التدريبات الجامعية برفقة زملائي وده بعد تعافي من الاصابة معتمد جمال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنتيجة مالك عقد جلسة مع لاعب الفريق ده قبل ما يكون كمان مع لاعب قبل انطلاق التدريبات الجامعية للأبيض على ملعب استاد 11 نوفمبر ده استعدادا لمواجهة سجرادا الانجولي في بطولة الكون فدرالية الافريقية وشهدت الجلسة تحفيز المدير الفني اللاعبين وشرح اهمية اللقاء وضرور التحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية لبطولة الكون فدرالية الناشئين تحت 17 عام لكرة الطائرة نجح في التأهل لنهائي بطولة افريقيا وده بعد محق الفوز على المنتخب الكاميروني بنتيجة 3-0 في نصف نهائي البطولة اللي بتصادفها دولة ليبيا في الفترة من 10 وحتى 20 من ديسمبر الجاري رابطة اللاعبين المحترفين الاسكواش اعلنت او PSA اعلنت التصنيف العالمي الجديد للعبات خلال شهر ديسمبر الجاري ووصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للاسبوع 16 على التوالي رابطة اللاعبين المحترفين اسكواش PSA اعلنت التصنيف العالمي الجديد للعبين خلال شهر ديسمبر الجاري ووصل البطلة المصرية علي فرج لعب ودي ديجلة سيطرته على التصنيف العالمي أيضا الفريق الأول لكرة السلب نادي سبورتينج فاز على فريق انتر كلاب الانجولي بنتيجة 174 في إطار الدور قبل النهائي من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال نادي إشبليا الإسباني أعلن تعيين كيكي سانشايز مدرب جديد حتى عام 2025 ده بعد رحيل مدربه السابق ديجو ألانسو وده بعد الخسارة الأخيرة أمام خطافي 3-0 في دور إسباني وبكده انتهت جولتنا الرياضية هنرجع مرة تانية لمنهم حمد لشان نكمل معكم فقرات سبع آخرية مصر شكرا لك يا دينا احنا هنكمل بقى كلام مع الأخبار اللي انتي قلتها لنا خلينا نتلاوها لها بقى بعمق أكتر العمل وإنبارح فريق الأهلي لفرط فيئة أهل لنهائي كاس العالم الأندية وده بعد خسارته اللي شفناها أمبارح قدام فلامينانزا بنتيجة 2-0 الأهلي كده حيلعب المباراة اللي جاي على المركزين التالت والرابع بعد ما خلاص كانش فاضلين غير حاجة بسيطة ونبقى بنلعب على الفايد طبعا هاردلك نادي الأهلي هنعرف تفاصيل أكتر كده قيم تحليلي لمباراة الأمس اللي سماها البعض أنها مباراة الفرص الضائعة يعني الأهلي ضيع فرص كتيرة جدا في الشوت الأول هنعرف تفاصيل أكتر معه ضفنا الناقد الرياضي لأستاذ سامح سمير اللي منورنا في استوديو صباح الخير مصر صباح الخير أستاذ سامح صباح الخير يا أستاذ محمد صباح الخير يا أستاذ محمد هنبدأ معاك بتقيم إزاي مباراة 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 الشوت الأول كتير أو شافه الأهلي كان بلعب وكان حاضر وضيع فرص كتيرة جدا الشوت الثاني كان فيه غياب للنادي الأهلي وأداء ما كانش على الوجه المطلوب تقيمك بشكل عام لمباراة الأهلي مباراة والله خلينا نبتدي الأول طبعا أنك قلت هي مباراة الفرص الضائعة مش كده وبس خلينا نقول لها مباراة خيبة الأمل مباراة ضياع الحلم اللي كانت جماهير مصر مش جماهير ناد الأهلي بس اللي تحلم بيه أن يكون عندك نعرص محترم كده في المباراة النهائية الأهلي بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى مباراة فرط في الوصول للنهائي الكاس العالم للأندية الأول مرة في تاريخه وفي تاريخ إفريقيا وفي تاريخ الكورة العربية ناد الأهلي كان من الممكن يحقق إنجاز ما بعده إنجاز بالأمس ما حققوش من 2006 من مشاركته في كاس عامل الأندية لأول مرة للأسف طبعا الأهلي مباراة كان قدامه فرصة كبيرة جدا بيقابل فريق هو متوسط أعماره من 16 سنة لـ 43 سنة 45 سنة فأنت كان عندك نباراة سهل جدا أنك تتحك عليه كده بلغة الكورة وتقدر أنك أنت عن طريق عناصر الشباب الموجودة وعناصر الخبرة في الناد الأهلي والسرعة والياقة البدنية والحلم الإفريقي والحلم المصري تتكلم كلام كتير قوي ند الأهلي مباراة كان ممكن يفوز منتهى الأرياحية في الشروط الأولاني واحد واثنين وتلاتة خرج حتى بالمناسبة فيلومنينسي المعظم اللي عابين بعد المباراة والمدير الفني وتكلم يمكن فيليبو اللي هو المدافع مدافع فيلومنينسي البرازيلي الرجل عنده 43 سنة حارس المرمى عنده سنة فابيو وهو عنده 40 سنة يتكلم يقول إحنا فرقة أربعينية بس إحنا كبار السنة إحنا قدرنا إن إحنا في النهاية ننتصر على عناصر الشبابية شباب الناد الأهلي كانت مباراة صعبة كانت مباراة قوية فريد الناد الأهلي قدر إن هو يعني يكون أقل تحفظاً مننا في الشروط الأولاني يعني من لغة الكرة كده لا كانش خايف مننا ده هو اللي خوفنا إحنا اللي كنا عاملين له حسابه بالفعل كانوا عاملين ناد الأهلي حساب أنت للأسف مباراة ما كنتش مصدق نفسك أنك أنت بتصل للمرمى مش مصدق نفسك أنك أنت رايح نهائي المنديال مستعجل أنك أنت بتصل للنهائي بسرعة طب أصبر ارتاح أقف على الكرة انهي الهجمات بشكل محترم طبعاً كانت نتيجة عكس ذلك بيرسي تاوي بيضيع رجل بيجري بيجري بيقف في النهاية خلاص حس أنه وصل للآخر فبيقف رغم أنك تكون تكمل وتحرز أهداف أو أنك أنت تعمل أسست محترم كهرابا ضيع مبارح للأسف وكان له رقل الجزاء ولكن مش هتكلم عن التحكيم من التحكيم له ما له وعليه ما عليه في النهاية أنت ضيعت كتير حسين الشحات خارج الفورمة عايز يلعب نفس اللعبة يحرز نفس شكل الهدف اللي أحرزه فيه اتحاد جدة نسخة بالكربون من مباراة تحاج جدة في شط الأول نسخة بالكربون من مباراة ساندونز هنا في أستاذ القاهرة في الدوري الأفريقي ضيعت أكثر من فرصة ضائعة خلاصه اللي بيضيع ما بيكسبش في الكورة ما هو مين اللي المفروض يسوق الكولر كولر مبارح ما عملش الحساب إحنا في ظنة وفي الإعلام ونقول يا جماعة الفرقة كبار في السن يا جماعة الفرقة كبار في السن هم حولوا ضعف النقطة دي إنهم كبار في السن لخبرة وأرض في الملعب مدير الفني عندهم كان عارف يسوق الماتش وكان عارف يقرى الماتش مدايئين المسافات بيلعبوا من رجل للرجل حولوا النقطة اللي عندهم الضعيفة بتاعة ارتفاع السن لخبرة وأداء في الملعب إحنا معرفناش نعمل كده لا بالمناسبة حيث خلال حاجة فرقة كبار في السن أنا كنت أشقيهم أجريهم رايح جاي أي واحد كان حافظ بالمناسبة أنت شقتيهم فعلا في الشطلة أولاني شطلة أولاني أنت قفلت المساحات بشكل كويس لعبتي على الأجنحة بشكل كويس كان بيرسي توب يتحرك كان كهرباء يتحرك حسن الشحات كان يتحرك الشطة الأول الأهلي كان يفرح الشطة الأول حسيت أني كنت رايحة لنهائي كاس عامل الأندية بمنتهى الأريحية زي ما قلنا في بداية الفقرة لكن للأسف هي اللعيبة خبرتها ومستواها بينتهي عند الحد أنا مش عايز نتعامل بالقطعة مع لعيب الناد الأهلي ومع كولر لأن كلنا سقفنا في مبارات التحاد جدة وقلنا برافو كولر على مستوى تكتيكي والفني برافو لعيب الناد الأهلي على مستوى البدني وعلى مستوى إنهاء الهجمات في الشطة الثانية لأنك في الشطة الأول أحراس طلاقة للجزاء وكان ممكن تجيب اثنين وثلاثة لكن أنت ما قدرتش تستغل بس فلومنينزي مش اتحاد جدة خطة فلومنينزي لازم يبقى مختلفة لعب الأهلي وهو بيلاعب اتحاد جدة لازم تبقى الفكرة مختلفة في إدارة الموقع اتحاد جدة كان أقوى اتحاد جدة كان أسرع اتحاد جدة كان مع الجمهور وكان مع الأرض وكان مع حاجات صلاحيات كثيرة جدا ولولا ركلة الجزاء التي تصدى لها الشناوي كانت المباراة ممكن تنقلب رأسا على العقب تماما لأن تعادل اتحاد جدة في آخر الشطة الأول كان حيخبط من عزيم التناد الأهلي كان حيرفع من معنويات اتحاد جدة ولكن جاءت الرياح بما يشتهى الأهلي وبما لا تشتهي جماهير اتحاد جدة ففي النهاية انت تصديت لكلة جزاء وقدرت محاسن الصدف في الشطة الثاني انك انت تجيب الهدف الثاني والهدف الثالث وتخلص على بنزيمة ورفاقه ولكن المباراة كان غير كان غير بمعنى انك انت في الشطة الأول ما صدقتش نفسك ضيعتك كثير الفرص في الشطة الأول كهرباء وبرستاء وحسين الشحات كان صعب جدا انك انت تلاقي ده في الشطة الثانية الشطة الثانية لكل توقع ان فلومانينسي حيتراجع وان الهلي حيركب المباراة كده بلغة الكورة ويقدر انه هو يحرز الهدف الأول ده ما حصلش اللي حصل انك انت قاعد أول عشر دهائق تتفرج على البرازيل بتلعب مش على فلومانينسي تماما الكورة البرازيلية اللي دايما كانت تيجي تقابل غانا كده فغانا في كسرها تيجي تخلص كل اللي عندها في الشطة الأول هيا خلصت تعالي في الشطة الثانية هدف واثنين وثلاثة وتستغرب ازاي المباراة عادت وانا في السلح برضو فكرة كبار السن اللي مانا قالت عليها والحديث في الاعلام ان هم دول فرقة كبار السن برضو فيه خبرة لان هو حتى ركلة الجزاء اللي خدوها مننا ملعوبة بخبرة يعني حقيقية ان هو يعرف ازاي ياخد ركلة جزاء في الوقت ده بشكل كبير ليه عندنا مشكلة كبيرة في الأداء الهجومي يعني ده مش بس تكرر في ماتش مبارح في ماتشات كتيرة جدا عندنا مشكلة في الأداء الهجومي للنادي الأهلي بقى لنا فترة برستاو او حتى عسين الشحات او كهربا مبارح ازاي محراك قلت اللمسة الأخيرة فكرة التهديف طبعا انا انا محتاج خط هجوم محتاج مهاجم في النهاية يجيب لي جون يعني ما بيحصلش لي اللمسة الأخيرة دي أنا متفق معاك طبعا مشكلة ناد الأهلي مش مشكلة مش وليدة الأمس ولكن عفوا هي موجودة من أيام مسماني مسماني لما خلص كل اللي عنده مع النادي الأهلي وراح كاس عامل الأندية واخد دوري واخد دورة أبطال أفريقيا والحكاية والرواية وقدر ان هو يعمل تاريخ مع النادي الأهلي فجأنا ان الرجل بيعاني من ان النادي الأهلي ما عندوش اللمسة الأخيرة ان اللعيبة بتنهي الهجمات بشكل سيء جدا وجبعة دي سوارش عانى من نفس الأمر وكلها نبالي هقات في المؤتمر الصحفي بيقول أنا مستق جدا للأسف دي مش أول مرة النادي الأهلي بيضيع احنا بنؤدي بنفس هذا الشكل في الدوري المصري الراجل كان يخرج عن شعوره ولكن انت ملك عصابر ان في النهاية منظومة النادي الأهلي بتحترم الراجل كمدير فني بيحترم لعبته بيتكلم عن فنيات عن سلبيات بيعترف طبعا بأخطاءه ولكن في النهاية ما يقدرش يفتح المسألة أكتر من كده ما يقدرش يفتح الملفات أكتر أكتر من كده ولكن المسألة بين الأزمة بين كولر عارفها كويس جدا اللي عيب عارفها كويس جدا انك انت عندك أزمة في اللمسة الأخيرة هل هي أزمة ثقة هل هي أزمة عدم تواجد مهاجم سوبر يليق باسمه تاريخ النادي الأهلي قال لي سيء الحظ تماما في التعاقد مع مهاجم سوبر أنتوني مودست الراجل بينزل 180 ثانية وبياخد طرد وبيغادر كاش عامل الأندية والكل منتظر قرار الأهلي أنه يرحل عن القرارة القمراء ولكن عناد كولر أنه هو صاحب آله الصفقة وشايف أنه يقدر يحقق من خلاله وشايف أنه المتاح لأنه ما قددش يجيب موليكا ولا فوليكا ولا أي حد تاني في خلاص أنا ما عنديش بدائل فلازم ألعب على راس حربة محترم كهربا ما هواش راس حربة حسين الشحات ما هو راس حربة برس التعامل امبارح بتحزن أنك بتلعب طهر محمد طهر راس حربة أنا قلت أن الأهلي رايح والناس يقلت مني في الأهلي وناس كلمتني أنك أنت عملت تقول أن الأهلي رايح كاس عامل الأندية ما عندهش راس حربة يا جماعة الأهلي امبارح لو شفتوه ما فيش راس حربة تماما كهربا خرج نازل طهر محمد طهر وإن كان يحاول أن الرجل يؤدي وبالفعل ضيع كورة والتانية لكن في النهاية ما قدرش برسي تاهم بيصدقش نفسه أمام المرمى كهربا مبارح مش هقول ما صدقش نفسه هو رجليه واخضع المرمى وراسه واخضع المرمى ولكن برضو ما هواش المهاجم السوبر الولد الشائي المحنك اللي يقدر يخلص لك مباراة ولكن كهربا بيعافر في مركز رأس الحربة الصريح أيضا حسين الشحات نفس الأمر الراجل جناح طائر أيصر محترم وبيلعب الكورة بليسنج كده وبيخش زي هدف اتحاد جدة لكن ما قدرش المالح يعملها وما قدرش يعملها مرتين كان ممكن يحرز هدفين للأهلي برضو ما قدرش فهي أزمة فكولر اتكلمه قال أنا عندي أزمة إن أنا بلعب مباراة كل يومين لا يا كولر هي مش أزمة نادي الأهلي كبير وانت بتلعب في الدولة يكون ثلاثة أيام هنا يجي دور المدير الفني اللي عارف يليد أو عارف يسوء هو حطت الناس في أماكن مش بتاعتها أكرم توفيق مبارح هو يعني ما قدرش أقولي يعني لكن هو حطه في موقف شديد الصعوبة بالمكان اللي هو حط فيه لأنه بالمنطقة البساطة مش عارف يقدي هو يعني مش عايزين نبالغ ونقول ضحى به بس هو فعلا حطه في موقف شديد الحرج مبارح الموقف وإحنا شايفين وهو حطت إمام عشور في مكان قريب جدا من التالت خشابات عشان يلعب على مش بتاعت إمام عشور يعني لا أنا مش هتفق معاك في ده السبب أنا كولر مش ههجمه أنا مش ههجم كولر تمام مهما حاولت يوجبتني ميل ومش مال وتعالى لو أنت هاجم كولر لأن كولر هو يعني هنتباحه مين المايسترو هو اللي بيوجه اللعين لا خالص أنا مش هتلع أسقف لكولر بعد ما حطت جدا يا جماعة واتباحه بعد ما حطتش فلو ما ننسي نهائيا مبارح كولر نزل تشكيل محترم حسب الإمكانيات المتاحة له مبارح لعب بأقرأ متفيق في وسط الملعب لأن أحمد نبيل كوكا الراجل مصاب كان كوكا مفروض ينسي ما يقدرش خاطر بي إن الراجل مصاب يا جماعة ده خلاص فنيا وبدنيا وصفحيا الراجل مصاب ما يقدرش يلعب المباراة خلاص انتهى ده قرار عندك إليو ديانجي بعيد عن المستوى بقوله فطرة وراجل عايز يمشي من ناد الأهلي والأهلي بيحاول يستفيد منه مديا لو مشي ديانجي بعيد ومش هيقدر يديلك في المباراة الأمس أكرم توفيق أسد جوكر تقدر تلعب به جناح أيمن تقدر تلعب به ظهير أيمن تقدر تلعب به في وسط الملعب مباراة قد أكرم توفيق دوره الرجولي في خط الوسط الناد الأهلي سواء كان مع المستوى الهجومية أو الدفاعية وبمناسبة قبل ما قطعك يا أساس محمد الأهل مباراة كان ممتاز على مستوى الدفاعية يا جماعة من مناسبة محمد عبد المنعم الأهل كان منظم جدا بالأمس محمد عبد المنعم كان ممتاز جدا مش كده وبس ياسر إبراهيم مباراة شلك كورتين ثلاثة أهداف صريحة لفلومانينسي وقلنا الفيتوريا قبل كده أن أنت حافظ على الكيميا ما بين محمد عبد المنعم و ياسر إبراهيم في منتخب مصر فبالأمس كان محمد عبد المنعم هايل ياسر إبراهيم كان هايل الأهل كان منظم دفاعيا وعلى مستوى وسط الملعب كان هايل الشلناوي ما كانش في حالته الشلناوي ما كانش في حالته زي اتحاد جدا زي المباراة لا طبعا الشلناوي ممتاز جدا وغيرا هتصدى رقلة الجزاء وراح معاها ودخلت للأسف على بعد يعني مل مترات مش سنتيمترات أنا مش جاي دفع عن الأهل ولكن بديله حقه لأن الشلناوي سقفنا له في مباراة التحاد جدا وبالأمس كان الرجل كان جيد جدا ما كانش سيء بالمناسبة خط دفاع الندل الأهل كان جيد جدا بالأمس خط الوسط كان جيد جدا مبارح ولكن في الشرط التاني مع إهضار الفرص مع أن اليقر البدنية بدأت تقل مع أن في لومانينسي جاله رقل الجزاء أحرق هنا خلق قربي بتفاصيل أكثر يا أستاذ سامي هنتكلم محركا نكمل حوارنا وتحللنا اللي هي مباراة الأهل المبارح لكن نروح سريعا مع دينا شرف وموجز التساعة صباحا اتفضل دينا شكرا لك محمد التساعة صباحا بتوقيت القاهرة أسابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس سيسي سعادته بمشهد استفاف المصريين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج على حيوية وفعالية المجتمع المصري وأعرب الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة أعلان فوز بالانتخابات الرئاسية 2024 عن عظيم تقديره وامتنانه لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات هنأ عدد من ملوك ورؤساء دول العربية والأجنبية الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وعرب ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية عن تمانيته من الرئيس السيسي بالتوفيق في تحقيق المزيد من إنجازاته من أجل التنمية تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تنوى المستجدات الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة لتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية بكمية كافية مشدداً على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من جانبه أشهد جوتيريش بالجهود المصرية لوقف نذيف الدماء مؤكداً حرصه على التنصيق المستمر مع مصر للخروج من الأزمة الجارية أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين غالبيتهم أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد تسعة المواطنين على الأقل بينهم خمسة أطفال وإصابة آخرين كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في رفح جنوبي قطاع غزة ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين بينهم ثلاثة أطفال توجه وزير الخارجية سامح شكر إلى مدينة مراكش للمشاركة في اجتماعات المنتدى العربي الروسي الذي تصديفه المغرب وأشارت الخارجية في بيان إلى أن هذه هي الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي والذي كان قد تم إطلاقه رسمياً لأول مرة في عام 2009 بموجب مذكرة التفاهم بين جامعة دول العربية والروسيا وأضافت أن أهمية المنتدى ازدادت خلال السنوات الماضية كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنصيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي أعلن وزير الدفاع الأمريكي الويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مصيرة شنتها قوات الحوثي وقال أوستن أن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشيل وإسبانيا مضيفا أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدد ذكرت وكالة رويترز أنبأ نقلا عن مصادر أمنية بحرية أن سفينة تجارية خطفها مهاجمون مجهولون لا تزال قبل التساحل الصومال مما يثير مخاوف من تفاقم حالة عدم الاستقرار في الملاحة العالمية في ظل تصاعد الهجمات في البحر الأحمر وأوضحت تيرويترز أن شركة الأمن البحري البريطانية قالت إن السفينة وصلت إلى مسافة تسعة أميال قبالة الشاطئ من بندر موراكيو في إقليم بلاد بونت بالصومال ومضيفة أنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية الصومالية من أجل متابعة شاملة ولا تبادل المعلومات أعلنت السلطات في أيسلندا حالة التأهو القصوى بعد ثوران بركان جنوب غرب العاصمة وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إن ثوران البركان في شهر جزيرة ريكيا نايس بدأ بعد وقوع نشاط زلزالية وقدر مكتب الأرصاد الجوية أن البركان أحدث شقا أو شقا يبلغ طول حوالي أربعة كيلومترات وشهدت المنطقة في وقت سابق عملية إجلال ألاف من الأشخاص ختم موجز التاسعة وعودة مرة أخرى إلى محمد ومنا لاستكمال باقي فقرات سبعة خلية مصر شكرا لك يا دينا وبنستكمل حوارنا مشاهدينا مع الناقد الرياضي لأهتاز سامح سمير وتحليل لمباراة الأهلي إمبارح وكنا بنتكلم قبل موجز الأنباء عن رؤيتك كده للأداء الهجومي والأداء الدفاعي كنت بتشيط بالأداء الدفاعي يعني ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم كانوا في حالة أفضل ومن طبعا الخط الهجومي بشكل كبير رأي حضرتك في التغييرات والتبديلات اللي استخدمها أمبارح كولر بس أنا قنا نتخانق طبعا في الفصل إحنا تلات في القصة ومنا بس هي الفكرة كلها إيه كولر أمبارح هو كل عادة أخر في التغييرات نديك حاجة وسبعين تقريبا ويمكن الرجل تخانق وانفعل في المؤتمر الصحفي وقال أنا سأمت أنا خلاص زهقت من سؤالكم دائم عن ريب أتأخر في التغييرات أنا اللي عارف لعبتي وأنا اللي عارف الفرق تغير إمت باش هنتدخل إحنا بقى نزكوتي عام كولر لكن طبعا ديتو اتخذ عليه لأن في النهاية قامتك ممكن تقدر تغير برضو مجرسين المبارلة ما بلح نزلت بأفشة وطهر محمد طهر بس الفكرة أن الكروت اللي عند مارس الكولر هو برضو طلع الكروت ربحة هو طلع بيرسي تاو وطلع كهرباء هو برضو بطلع ناس تقدر تخلص بس مبارح فعلا فهو مخلصوش في الشوت الأول في الشوت الأول لبيرسي تاو ولا الشوت الثاني كهرباء نايم على روحهم بارح يعني واقف وسط الملعب كده وأخذ له أرسم نوم وهو رايح الكرة بدل ما يلعبها يمين لبيرسي تاو واخد كرة هجمة مرتدة تروح هدف بالفعل تروح أنك أنت تحرز هدف أكيد واخدها في هجمة مرتدة بيرسي تاو زي النحلة أول ما شافها جري الراجل عشان يلعب له بدل ما يلعبها يمين ويخلي بيرسي تاو يا انفرد لعبها شمال مش لأي حد لا إحنا مبارح كان عندنا مشكلة يا جماعة عندنا أزمة مبارح ما كان شفيه تركيز ثم لإحنا مختلفين على إيه أنا شايف أن عندنا مشكلة مبارح مشكلة في اللاعبين مشكلة في اللاعبين أنا اختلافي معاك لمشكلة في اللاعبين مش في مارس الكولر مارس الكولر يا جماعة أدار الأهلي في كأس عامل الأندية بشكل محترم جدا لغاية ماتش جدا مبارح الشبكات البرازيلية عايز أقولك أنا تبعت رأي المواقع أو الشبكات والصعف البرازيلية تكلمت بعد المباراة قالوا أن كنت بتواجه فريق صعب جدا فرحانين جدا يا جماعة أنهم فزوا على ندل أهلي هذا الفريق البرازيلي ده ما يزعلش أنهم فرحانين كده وأنهم شايفين وهم مدينا قدرنا وشايفيننا وإحنا في الآخر نطمع من هذا الأداء الشوت الثاني الأهلي ما جاش يعني المتش كامل الشوت الثاني دي مباراة حرقة الدم ليه جماهير مصر ليش جماهير ندل أهلي فقط لأنك أنت مبارح في اللومنينسي عمل لك اعتبار عمل لك حساب خايف منك في الشوت الأول اعترفت لعبته بعد المباراة أننا كنا خايفين من الأهلي وكنا متحفظين من شكل عالي جدا أكثر من الأهلي لكن الكلمة اللخص فيها المباراة قال الأهلي راح في الشوت الأول على مرمانة 13 مرة 13 مرة هجمة خطيرة فقط ضيعها كهربا بالرأس وحارس المرمى كان متقلق جدا متاعهم بمناسبة 43 سنة في هابيو كان متقلق جدا شال من كهربا شال من بيرسيتاو ده حقيقة ولكن لو كان في رأس حربة مخضرم كان ممكن يخلص لو كان كهربا عينو كويسة في الملعب وحسن الشحاد وبرسيتاو كانت خلصة كانت خلصة فرصة ذهبية كده في الشوت الأول كانت خلصت المباراة على طول يعني من الأول كمان احنا بنتكلم زي ما فيه مشكلة في الخط الهجومي احنا معدل الأداء البدني حتى واللياقة في الشوت التاني كان مفيش خالص كنا صف للأسف صفر الأهلي تراجع أنا حاسي لو فيه فريق تاني دخل غير الأهلي يعني غير الأهلي بتاع الشوت الأول جماهير الأهلي ما تزعلش على الأهلي اتحرق دموكم بارح واتحرق دمنا كلنا مبارح على مستوى اللاعبين وانهاء الهجمات ودلأسف هم نفس اللاعبين اللي سقفنا لهم في مباراة اتحاد جده عشان قدروا يخلصوا المباراة كانوا برضو بيضيعوا اللاعب مستمر وكانوا برضو بيقروا ولكن قدروا يخلصوا بالتوفيق وبالفرص اللي جات لحسين الشحات وهو مكان غريبا مبارح التوفيق ما كانش والأرض ما كانش لكن مبارح كانش فيه توفيق كانش فيه انهاء للهجمات في اللومنينسي لعبك بخبرة البرازيل اللاعبة كانت تيلة جدا في الملعب دياءوا عليك المساحات وقفوا على الكورة فخلصوا عليك بدلين وفنيا كذب المباراة هاردراك نادي الأهلي نركز في المدالية البرونزية نركز على الأقل على المقهد الدائم لنادي الأهلي انك انت دائما وأبدا كانت فرصتنا نحن نكسر عقدة الملعبية الفرصة دي أنا هكلم بالسلحة البركات وابوتريكا وجيل العظماء أنا بسميه الجيل العظماء وعمد متعب يقولوا يارتنا كنا بنقابف الومنينسي مبارح كنا هنقدر نفترسه ونوصل للنهاي بقايا كانوا في النهاي السيتي وقروا يارتنا في الكورة لا تعملش حاجة أستاذ سامح للأسف يارتنا دي ولو دي ما تعملش أي حاجة للأسف هاردك سايما أنت قلت طبعا نادي الأهلي كان وسط وكان الجمهور وتحية كمان لجمهور الأهلي مبارح يعني المبارح الأهلي تحية المبارح في الملعب وفي جده في مبارات التحال جده انت حسيت أنك انت صاحب الملعب وصاحب الأرض وقف وراء الجمهود رقم واحد يا جماعة لكن بلاش بلاش هو جمهور مبارح في أستاذ كله كان شكله حلو جدا لأن معروف عن الجمهور البرازيلي كمان أنه هو بيتبع فرقه في كل مكان وهم يعني بالنسبة لهم الكرة فكان الستاذ كله شكله صحيح هارد لك مرة تانية للأهلي وبشكرك شكرا جزيلا النقد الرياضي سامح سمير عملتنا كده يعني رؤية تحليلية لمباراة الأمس ولسه مكملين مع حضراتكم صباح الخير مصر نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية موسيقى امبارح الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على أكثر من 39 مليون صوت انتخابي وسط إشادة دولية ومحلية بنزاهة الانتخابات والإقبال الكبير من المصريين على التصويت بنسبة مشاركة تاريخية تخطط 66% احنا مبارح شفنا الإعلان بتاع النتيجة وشفنا الناس موجودة ازاي في الشوارع والميادين وشفنا القوى السياسية وهي بتحتفل والمصريين كمان وهي بتحتفل كلها بهذه النتيجة الكبيرة خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن نتائج الانتخابات ايه أبرز الملفات اللي هتكون محل الاهتمام في الفترة الجاية منرحب بضفنا اللي بينوارنا في الستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم الأصاص رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع منوارنا أستاذ أكرم أهلا وسهلا سهلا 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 احنا شفنا مبارح أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 66.8 أو تقريبا يعني 67% ده رقم احنا ما كنش متعودين عليه خالص في الانتخابات السابقة أو الأبلها هو طبعا كان ظهر من حجم التصويت وحجم اللي جان والحقيقة الزحام الشديد والطوابير اللي كانت موجودة أثناء التصويت ثلاثة يام بتوع الانتخابات وده الحقيقة كان كاشف منذ البداية ويمكن نتكلمنا في ده على فكرة أنه شعب المصري مدرك وعنده ترمومتر واضح جدا لتحديات اللي بتواجهها الدولة وثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يكمل المسيرة بشكل أو بآخر ثقة فيه وثقة في الدولة المصرية خاصة وأنه الأحداث يمكن الأخيرة كانت كاشفة عن حجم التحديات الكبيرة اللي كانت موجودة لكن كمان على أمل كبير في أنه استكمال التفاصيل والمشروعات والخطوات اللي حصلت لأنه هذا التصويت غير المسبوق الحقيقة كان كاشف عن إدراك الشعب المصري على مدى العشر سنوات اللي فاتت مش بس الحجم التحديات كمان ليه قدرة الشعب المصري نفسه على أنه يتخطى كثير من الصعاب والتحديات اللي فككت دول أخرى حوالينا مش بس كده كمان إنه شعب المصري كان بواجه هذه التحديات الإرهاب والأزمة الاقتصادية والاقتصاد اللي كان شبه منار وبنية أساسية وأمراض وغيره لكن حس أنه خلال السنوات اللي فاتت نجح في أنه يقفز قفزات مهمة في أولا مؤجهة المشكلات المزمنة ووضع البلد على سياق الطريق السريع للتقدم يعني حتى لو كان في بعض التفاصيل اللي حصلت تلات أزمات كبار زي كورونا زي الحرب الأوكرانية زي ارتفاعات الأسعار زي ما يجري في غزة وتحدي وجودي كبير جدا دولة المصرية والمنطقة إلا أنه قادر خلال السنوات اللي جاية على أنه يفتح الباب أمام إعادة وضع البلد فيما يتعلق به فتح المجالات العامة إدارة الاقتصاد بشكل آخر كمان مشاركة سياسية الانتخابات كانت تكشفها عن مشاركة سياسية كانت كمان تكشفها أستاذ أكرم على فكرة التعددية السياسية بشكل كبير كانت طابعة مهم جدا في هذه الانتخابات الرئاسية لو حبينا مع حضرتك نحلل بعض الأرقام من قالت أنه الرقم حوالي 67% هم يتكلم على أعلى نسبة تصويت في تاريخ الاستحقاقات السياسية والرقم ضخم والرقم والرئاسية الرقم الثاني حصول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حوالي 39 مليون صوت 702 ألف بنتكلم على نسبة 89% قراءتك لهذا الرقم ده كاشف حاجتين أولا حجم المشاركة غير مسبوق يعني بهذا الشكل وكان باين في اللجان وفي الحجم الزحام غير الطبيعة ومع ذلك الحقيقة أنه برغم هذا الزحام كان فيه الهالة الوطنية الانتخابات والاتحالف للوطن العمل الأهلي وفي حاجة كريمة والمتطوعين وغيره والشرطة الحقيقة أعتاحوا فرصة لسهولة هذا الأمر كانوا المصريين لديهم هذه الرغبة وتم تلبية هذه الرغبة بشكل واضح النسب طبعا في المشاركة غير مسبوقة لأمر الآخر أنه العدد الكبير اللي صوت للرئيس عبد الفتاح السيسي بيصدق أنه هذا الرجل اللي أخلص على مدى السنوات اللي فاتت منذ تولى الحقيقة منذ كان وزيرا للدفاع واستجاب للشام المصري في لحظة فارقة جدا كان فيه تحدي وجودي أعتقد كتدد دولة يعني فيه سياق مختلف مش بس كده وكمان أنه ما تولى ما اكتفاش بفكرة أنه الأمن والاستقرار بس وأن كان ده في غاية الأهمية للشعب المصري دايما بيقدره لكن كمان كان كل الملفات كانت مفتوحة وما كانش مهم ما كانش ممكن إغلق ملف وركنه لفتح ملفات أخرى يعني كان الإرهاب المرعب اللي كان موجود في سينا واللي النهاردة بنربطه بالمخاططات اللي موجودة كان بيدرب وكان عليه ظهير دعائي وأعلامي ضخم من منصات ضخمة طول الوقت بتصب تشكيك وتصب أكاذيب وتصب شائعات وفي نفس الوقت بدأ الحقيقة كان دايما السؤال قبل قبل حتى 25 ينار هنبدأ منين على اعتبار أنه كل الملفات مفتوحة فيه ملف البنية الأسسية فيه ملف الطرق اللي كانت مسدودة تماما والقاهرة كانت تكون بتتشل فيه ملف تكدس الهيئات الحكومية والمصالح في القاهرة ما فيش ممرات تنمية ما فيش إمكانية أن انت تتوسع جغرافيا مصر اللي كانت على 5-7% على مدى عقود الأرض الزراعية احنا 95% صحرة كل ده بدأ في وقت واحد الحقيقة كان فيه تشخيص واضح الحقيقة للأزمة ورئيس الحقيقة ما قدمش نفسه بوعود أو يعني دايما الوعود والكلام السهل أو بالحلول العجلة السريعة اللي هي توفر للناس أكل وشرب وفي نفس الوقت يبقى المستقبل مقفول الحقيقة كان فيه سياستين مهمين جدا نتبعهم رئيس عبدالتحسيس ويمكن ده زود السقة لدى الناخ بالمراضي وكان حريص على إنه يقول إنه هو مقتنع بده وإنه تقبل ده بمعنى إنه المبادرات الرئاسية فيه تعلق مثلا كان الفيروس ده أزمة كبيرة جدا العشوائيات أزمة كبيرة في تحيط القاهرة نفس الوقت شلل في الطرق البنية الأسسية الزراعة فيها مشاكل الصناعة مطلوب نفتح الصناعة هل هيبقى فيه استثمارات تيجي ونتكلم في صناعة وزراعة وتنمية وما فيش طرق أو كباري أو طاقة يعني حل أزمة الطاقة ودي أزمة كبيرة جدا الناس النهاردة اللي بتكلم في ساعة وساعتين وهذا الكلام ممكن يبقى لديهم حق لكن كمان ما كانش فيه أصلا كهرباء لا تكفي للإضاءة ولا تكفي لتشغيل هذه المصانع أو الزراعة النهاردة الكهرباء بقت أسسين نحن نتكلم على طاقة جديدة ومتجددة وطاقة كهربائية بطريقة أو بأخر كل ده اتعمل في وقت واحد ودي كانت يعني مبادرة الفيروس يمكن أحداث غزة غطت عليها المنظمة الصحة كانت بتكلم على أنه مصر أول دولة في العالم نجحت في أنها تقضي على الفيروس يعني العشوائيات مش اتنقلوا لي مساكن لا اتنقلوا المجتمعات كاملة دي انفاق ضخم ممكن بعض الناس تبقى شايفة أنه مش ظاهر لكن هو الحقيقة نقل مجتمعات كاملة إزاي بقى مرزاهر إزاي ناس كانت عايشة على سقفة عبارة عن بطنية بقى عندها أربع حيطان ومواصلات حتى المنصات إياها كانت بتتعامل مع هذا الأمر على أنه ده إهدار إحنا بنصرف الفلوس دي منين الأهلين من مجتمعات شديدة العشوائية إلى مجتمعات حضارية نفس الأمر الفكرة حجم الطرق الكباري والمدن ما أكتر من أربعين مدينة من الجيل الرابع إحنا زدنا حوالي 25 مليون تقريبا من 25 يناير إلى كده وفي 9 مليون من اللاجئين موجودين الناس اللي رجعوا من دول اللي حصل لها مشكلات زي ليبيا وسوريا والعراق وغيره كل دول تم استعابهم بالإضافة إلى أنه نتكلم على ممرات تنمية واضحة كان قناة السويس كانت قناة السويس الجديدة ثم المنطقة الاقتصادية قوي الأنفاء اللي ربطت سينة بالوادي والدلتة واستصلاح 500 ألف فدان نتكلم في الدلتة الجديدة نتكلم في صناعات زي الرمال السوداء وزي كوارتز وزي غيره كل دي كانت خطوات أعتقد كلها عملت بشكل متوازي وبشكل يبدو أنه استوعب عدد كبير جدا من فرص العمل واجه كل ده وبنواجه كلنا الإرهاب والتحديات المختلفة الإقليمية وملفات أفريقيا وملفات إعادة العلاقات العربية وحتى في كل هذه المشروعات أستاذ أكرم ده يعني يتطلب في ولاية رئاسية جديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يستكمل هذه المشروعات يستكمل هذا الحلم الخاص بالمشروعات القومية في شتى المجالات المختلفة لو أنا عايز أرجع مع حضرتك للمشهد بالأمس وفكرة أهمية أنه العالم يتابع ما حدث في المشهد الانتخاب المصر لأنه فكرة الاستفاف في هذه اللحظة وراء مرشح وفوز هذا المرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لحظة مهمة جدا بتمر بيها البلاد وبتمر بيها المنطقة يعني نحن بتكلم أنه سبب رئيسي من أسباب الإقبال على المشاركة استشعار المصريين أن أنا مهمة جدا في اللحظة الدقيقة دين أنا أنزل وأشارك بإيجابية شايف ربط هذا المشهد بظروف السياسية اللي بتمر بيها الدولة أو حتى بنشوفها بنتبحها على الجهات الأربع أو تلاتة شرقا وغربا في ليبيا وجنوبا في السودان ده كلام مهم لأنه الحقيقة حقاوز أفكر الناس بحكاية وطن المؤتمر المهم اللي اتعمل وتم استعراض فيه الجهود اللي اتعمل والرئيس عبد فتح السيس الحقيقة عمل مدخلات مهمة فيه وتكلم فيه وتكلم عن حجم التحديات اللي كانت موجودة وإيه اللي تم إنجازه فالحقيقة أنه الرئيس قدم نفسه حتى وقتها قال أنا برشح نفسي لكن أنا ده اللي تقدم وإحنا بنعد بمزيد من العمل وإن إحنا محتاجين نشتغل أكتر وإن نتوسع أكتر ونبزي الجهود أكتر وإذا الناس عاوزوا تغير تغير الحقيقة يمكن ده كان جزء مهم قوي من تصديق الشعب المصري لي فكرة إن أنا بصارح وبقول إن إحنا نشتغل أكتر مش بعد بإن إحنا حيبقى الأمور سالسة أو أسهل أنا عاوز فرص عمل وعاوز صناعة وعاوز أستوعب الزيادة السكانية وعمل مدارس وعمل صحة وعمل تعليم في دولة تتقدم بالعلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيره فعالم بيشهد تحولات مرعبة فالحقيقة العالم برضو كان مهم جدا زي ما أنت أشرت في السؤال فعلا شعر مصري كان مصدق وكان حاسس إنه محتاج يدي شرعية إضافية الحقيقة للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ما كانش بس نازل عشان يختار رئيس لا هو نازل استشعرا بالخطر وبرغبة حقيقية في إنه يقول آه إحنا مصدقين اللي بيحصل وإحنا عارفين مشاكلنا وعارفين إنه إحنا محتاجين نشتغل أكتر محتاجين النهاردة نصدق إنه الحوار الوطني اللي اتعامل كان مبادرة حقيقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي برضو كان في بعض الناس بيشككوا فيها وإنه الحوارات اللي قبل كده لا كانوا حار مختلف وفتح باب لمشاركة واسعة فالناس هنا مصدقة على اعتبار إنه اللي خلانا نواجه كل المشكلات دي خلال عشر سنين وإحنا عارفين مشاكلنا بالمناسبة وأظن إن الحوار الوطني فتح كتير من النقاط السياسية والاقتصادية والاجتماعية إحنا محتاجين إيه آه إحنا عارفين إحنا محتاجين كم مدرسة وكم مستشفى ونعمل تأمين صحي شامل نكمله خلال الست سنوات عاوزين نعمل مجال سياسي أوسع ومشاركة كان فيه ثلاث رؤساء أحزاب مرشحين وجدوا فرصة والإعلام أتحلهم فرصة وفرص مجانية لإنهم يعرضوا برامجهم دي فكرة بتدي كمان إحساس بإنه النزول ده تأكيداً لإنه الحوار الوطني كان مسمر في طائرات سياسية في طائرات أهب الزب ممكن في كلمة الرئيس كان واضح إنه بتكلم على الحوار الوطني إنه لازم يبقى فيه تنوع ولازم الناس كلها بتتكلم متعرف إحنا بالفعل أي حد ممكن التشخيص سهل لكن هو العلاج هو الأصعب لكن التشخيص خطوة مهمة الحقيقة وده اللي عمل الرئيس عبد في التحسيس في سنوات الأولى الحقيقة وكان حاسم في فكرة إنه هنشتغل في كل الملفات في وقت وكمان الحضور ده برضو فيه إجابة على أسئلة بتتكلم طول الوقت طول الوقت كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هنا كمان يلفت نظره إلى إنه شعبيته مهددة لأنه هي دي نقطة لأنا كنت عايزة بيتتخذ إجراءات صعبة بتنقش مع حضرتك فيها وستاذ أكرم فيه أصوات كتير لفترات شفناها بتتكلم في نقطة إن الإجراءات اللي بتحصل علشان يحصل نوع من أنواع الإصلاح وعلشان يحصل تنمية وعشان يحصل بناء دي كانت ممكن تؤثر بشكل أو بآخر على شعبية الرئيس السيسي ما كانش حينفع أبدا حاجة تجاوب عليها غير النتائج والأرقام والانتخابات وتواجد الناس في الانتخابات وهو الرئيس نفسه قال إنه في الإصلاح الاقتصادي كان هناك أرى ترى إنه شعبيته مهددة وإنه هناك خطر حقيقي من اتخاذ هذا الأمر لكن هو قال إنه الشعبية ليست أهم من البلد ومن إنه يبقى فيه اقتصاد حقيقي فكرة ازدواج العملة فكرة السوداء فكرة الاحتكارات وفيه يعني الحقيقة إنه خلينا نقول إنه فيه حجم ضخم من الضغوط داخلية وإقليمية ودولية كشفت ده فكان الرئيس قال إنه أنا قلت إنه إحنا لو الشعب ما تقبلش ممكن إيه نسيب ويبقى فيه حد تاني ده قالوا أكتر من مرة وقالوا فيه منتدادات الشباب بشكل واضح مؤخرا أيضا كان فكرة إنه بعض الناس استنادا ليه الدعايات الخارجية والمنصات والنجان الإلكترونية وأيضا استنادا ليه برضو فيه ناس عايشة فقاعات يعني ممكن تقول كلام نظري وتستسل أو تقول إيه هو إحنا هنأكل طرق كباري آه إحنا هنأكل بالطرق والكباري لأنه بدون طرق كباري وبدون هذا الحجم النهاردة تطبيقات اللي موجودة في النقل العام النهاردة والنقل الخاص وغيره القطارات السريعة والمترو البدائل المختلفة يعني وإن أنا يبقى عندي نقل عام حضاري زي اللي موجود برة يبقى عندي حركة سياحية واضحة ومرتبطة وبعدها خلال ساعتين أو تلاتة يقدر يلف في القاهرة ويشوف المتحف الكبير ويشوف ده إذا أنا عملت المتحف الكبير أو متحف الحضارات أو الغرداء أو شارمن الشيخ أو المنطة السياحية بدون ما يبقى عندي طرق قادرة على أنها تربط ده يبقى أنا بعمل أماكن معزولة دي النقطة النقطة التانية هو أنه الزراعة مصر 95% سعر إذا أنا هزرع في سيناء فكرة البدائل 55 مليار متر مكعب مياه وإنت 20 مليون أو 30 مليون هما نفسهم وإنت 106 مليون كان فيه محطات التوقية زي بحر البقر زي المحسامة زي غيره وعبر المياه لسيناء وازرع 500 ألف فدان بتفتح مشاريع تنموية يعني ما ينفعش أي مشروع تنموية يحدث دون وجود شبكة طرق وبنية تحتية لأنها دي الأساس في البداية لأي مشروع تنموية ومياه وصرفه وتنمية حقية أنت عارف القوس الغربي النهاردة بص للقوس الغربي في العالمين الجديدة وفي القوس الغربي في المنطقة الغربية وفي الزراعة وفي تفكير طول الوقت بالمناسبة ممرات التنمية دي كانت مطالب طول الوقت من العلماء والخبراء أن الممر قناة السويس دي ممر تنمية القطارات والطرق دي تخلق حولها مجتمعات باجي الأرض اللي أنا مستصلح 500 ألف فدان في سيناء كل فدان لو خلق أربع فرص عمل بتتكلم في 2 مليون فكرة توطين واجتماعات حقيقية وتكون سيناء قادرة في الدفاع عن نفسها كمدن قابلة للنمو والتساع وتنفي كتير منها المخططات الحقيقة النفس الأمر القوس الغربي الصحرة بقت بفلوس وبقت لها تمن وده استثمارات فلوس داخلة يعني ممكن يبقى بعض الناس دايما بتسائل هو احنا ممكن نخلص من الأزمة الاقتصادية امتى او ممكن يبقى انا حسن القبور وحسن المعاشات زي ما حصل واعمل في كورونا ضمانات اجتماعية وحزم اجتماعية بناء على ان انا عندي استثمارات وعندي اصلاح يستطيع انه يعمل احنا هنسأل حضرتك بعد الفاصل ايه هي الاولويات على اجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة 2024 2030 برؤية الاستاذ اكرم القصاص ما هي كده سلم الاولويات على اجندة الرئيس المقبلة نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر ايه اللي موجود على قائمة اولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفرحلة القادمة هو ده كان سؤالنا الطرحناه على الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة جريدة اليوم السابع قبل ما نطلع الفاصل استاذ اكرم خليني اعيد طرح السؤال حررتك شايف ايه اللي هيكون على اعلى قائمة الاولويات في الفترة القادمة وطبعا الدولة ما عندهاش ملف بتأجله وحسب ملف اخر ودايما ده اللي حصل في مصر وده اللي بيحصل طول الوقت لكن ربما خلينا نقول انه في ملفات ملفات السياسة الخارجية والامن القاومي دي ملفات غاية الدقة واظن انه الازمة في غزة كشفة فهذا ملف لا يتوقف العمل فيه كل الدولة المصرية بمؤسسة اظن مصر ادرته باحترافية وبقدرات كبيرة بغض النظر عن اي منصات او كلام بيقول كلام ونزول المصريين كان اقتناعا بان الدولة المصرية بتدير هذا الملف بكفاءة وبقوة وبخطوط حمراء واضحة للسياسة والدبلوماسية وغيره ودي ملفات بتدار اولا مصر طول السنوات شعار الشراكة والتعاون والمصارات السياسية مصر ليبيا النهاردة الفرقاء الليبين موجودين في مصر ومصر رعد كذا جال وقالت ان الاستراعات دي غلط استراع ده ان اجلا او اجلا سنتهي الى سياسة بنبدأ المصار السياسي ويبعد الميليشيات والتدخلات الخارجية ومصر لا تتدخل مصر بتحمي امنها القوم بقوة لا تهدد لا تتدخل قوات المسلحة المصرية جيش قوي جدا يحمي لا يهدد لا يتدخل او يعتدي دي نقطة مهمة الشراكات الملف في الدائرة العربية اعتقد قوية جدا ومصر بتسعى فيها الدائرة الافريقية في افضل صورها من كل الاتجاهات ومصر بتسعى دائما شوفنا حضور الافة للدولة المصرية الدائرة الاسلامية والدائرة المتوسطية الاحياء الرئيس عبدالفتر حسيس الحقيقة لالعلاقة مع اوروبا المصرية دي كانت من دعوة لمفكرين كثيرين منه من دكتور تحسين نحن لازم بلين علاقة بأوروبا فده الدواير دي مهمة وموثوق فيها والسياسة الخرجاء المصرية قوي السياسات مصر فيما تعلق بالتعمير وسينة واضافة جغرافيا الحقيقة لانه خلينا نقول انه 7% لا 14% تقريبا او 13% رقعة زراعية في الزحراء وفي التعمير وكده ملفات التنمية والمشروعات الاقتصادية المشروعات الكبيرة مستمرة في تصوري انه حتى من قبل ده يعني فيه وثقة ملكية الدولة فيه ادخال القطاع الخاص بشكل كبير فتح الباب للاستثمارات عندنا بنية أسية النعال ده تشجع الاستثمار فيه مطالب وفيه استثمارات خارجية حقيقية بتدخل الملف الاهم كمان الاشار اليه حتى الرئيس في جلمته هو ملف الحاساسية انه الحوار الوطني رسخ لحوار كبير لانه اي ملف اقتصادي او اجتماع مرتبط بالسياسة احنا محتاجين ما يبقاش فيه فراغ سياسي يبقى فيه مجال عام واسع وده اتحه الحوار الوطني اظن انه يبقى فيه اجراءات مهمة يعني اظن الرئيس منذ البداية في الحوار الوطني استجابة لجنة العفو الرئاسي اطلاق عدد كبير اظن انه في الفترة الجاهة سيكون هناك خطوات في هذا الامر الاحزاب السياسية لازم تكون ناشطة وتدخل في الشارع بشكل كبير ولها علاقات وكان فيه ثلاثة رسالة احزاب الملف الاقتصادي يبدو انه الاهم بالنسبة للمواطن والمواطن بالذات مش بيبص للملف اقتصادي كجزء من ملف دولي وعالمي والسياسات مالية والبنك الفيدرالي الامريكي وانعكاسات ازمة علمية ضخمة رفعت الحبوب ما يقرب من 500% اسعار الحبوب وسلسل النقل ولولا مشروعات زي مستقبل مصر وتوشكا وغيره في الامح والمنتجات الزراعية كانوا يحصل ازمات كمان ملف الاقتصادي مرتبط به يعني من التصدير والاستراض اذا انا بصدر سلعة اذا البصل او التوم بيرتفع سعرها محليا اذا يقدر ازبط ده ده برضو مطلوب الرقابة على الاسعار وضبط الاسواق بشكل او اخر يمكن في ازمة البصل والرز والسكر الاخيرة كشفت انه فيه احتكارات فعلا انه فيه تجارة اسواق سوداء محتاجة احنا في اقتصاد سوء وما فيش تسعير جابري لكن كمان اقتصادات السوء ليه قليات غرف تجارية ويبقى فيه مسئوليات وغرف تجارة ضبط الاسعار في رأيي سيكون مهم جدا مع طمأنة الشارع اظن انه فيما يتعلق به السياسات المالية والسياسات النقضية اظن انه كان فيه كلام واضح خلال الفترة الفترة ان احنا يمكن اكتر من سنة بالمناسبة مصر رفضت ان هي تعوم او تدخل في ده وده كان تصرحات واضحة للرئيس قال انه مصلحة الشعب ومصلحة الناس والاقتصاد ان انا مش هتحمل ان الدولة بتتحمل لكن هذا الامر جزء من سياسات نقضية بتديرها الدولة لكن حتى السيد الرئيس في اكثر من مرة السيد اكرم ذكر انه ده لو جي على حساب المواطن المصري فانا حرفضه لانه في النهاية انا ملتزم بهذا المواطن بشكل كبير والنقطة الحركة قلت عليها بفكرة ضبط الاسعار ده مطلب رئيسي للناس في الفترة اللي جاي انا عايز بس ارجع لارقام معلش ارقام مهمة جدا انه تم اعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية الانتخابات بالامس اتكلمنا عنه نسبة المشاركة على فوز او النسبة الخاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي فيه رقم كمان عايز اتوقف يعني عنده مع حضرتك اللي هو الاصوات الصحيحة وصلت الى حوالي اكتر من 44 مليون بينما الاصوات الباطلة في اقل نسبة هنتكلم على حوالي 480 الف ده نسبة مقارنة باستحقاقات دستورية وسياسية سابقة نسبة قليلة جدا ده بيعكس حاجة فاند للدلالة بيعكس ايجابية ايجابية وكان فيه مرشحين حقيقة قدلوا يعني ممكن يبقى يعني خلينا نقول ممكن يبقى الكلام على مش منافسة ان الشعب او الناس وهي بتصوت بتصوت لي مستقبلها بتصوت لللي هي شايفة صح بتصوت لللي صدقت ده مش معناها تقليل بالمناسبة من رؤساء الاحزاب او الناس بالعكس لهم كل الاحترام وازن الرئيس وجه لهم الاحترام وقدروا معركتهم الحقيقة باحترام لانه برضو دي قواعد مهمة عدم الخروج فيه مواثق شرف في احترام بقاش فيه يعني هذا الشكل غير المطلوب من الاداء اللي هو بيفقد الناس احترام لكن كمان الحقيقة دي فرصة ليهم فرصة للأحزاب فرصة لتنوع كبير لانه زي ما بنقول ملف السياسي وكمان العمل العام مش بس السياسة العمل الاهلي واظن انه كمان يعني يذكر للرئيس عبد فتح السياسي الحقيقة انه دعم العمل الاهلي بشكل العمل الاهلي والحقوقي طول وقت كان فيه اسئلة هو التمويل وهو انا اشتغل ازاي ودورهم لا احنا بنفتح الباب بقوانين واضحة وتغيير القانون بالشكل الارضة والاستراتيجية الوطنية لحوه انسان ارضة حتى الحقوقيين وهي يفتح الباب لانه يبقى تمويل واضح فلوسك جات منين بتصرفها منين ما يبقىش فيه وده موجود في كل دول العالم في كل الوات شرعية وعلى قربية وطنية بتشتغل في معال الارضة فده الملف في العمل العام في الاهلي تحالف الوطن العمل الاهلي وده مبادرة من الرئيس قال بدل ما كل حد تشتغل وحده اه وكل مجابعية بتشتغل وحده لكنك تبع في اعمال كبرى في نقل في حجرقة زي بتاعة غزة دي وحجم المساعدات الضخمة اللي اكبر من كل دول العالم ده كلام مهم فالحضور هنا الجزء الاهلي جزء استراتيجية حول الانسان جزء الحوار الوطني كل ده ساهم في الارقام اللي انت اشارت لها وانه الناس مش هيدي للباطل ما عنده تلات مرشحين لو هو عاوز يختار منه بالتأكيد اختاره والارقام اللي جايبينها ارقام مش قليلة مقارنة بانهم بياخدوا ده فده تأكيدا ده ارتباطا يمكن الرئيس اشار في كلامه في كلمته الى انه الحوار الوطني وانه كمان بيتحمل مسؤولية لانه الرقم ده برضه هو كبير جدا وبيدي شرعية كبيرة جدا للرئيس وبيحمله مسؤوليات كبيرة وهو لم يرفض ابدا تحمل هذه المسؤولية اظن انه فيه ادراك واضح وفيه تحولات كبيرة في العالم تحولات في السياسة وتحولات في الاقتصاد تحولات في النفوذ والصراعات مختلفة تتولى شايفينها كل يوم في مصر تتكلم عن السياسة الخارجية في البريكس في العمولات المحلية في التبادل مع الامارات ومع بعض الدول العربية ومع دول البريكس ومع دول زي روسيا او الصين ده ممكن يحل يعني كل دي حلول الاهم هنا هو حاجة مهمة انه المصر طول الوقت المنصات طبعا الناس بترفص اللي هو المنصات الاخوانية والناس اللي بيعتاشوا على الشائعات او بيقبضوا يعني ومبسوطين بدا اعتقد ان هم تعبنين جدا وعندهم مشكلة وبيغضبوا لكن هو الاهم الداخل الحقيقة انه فيه تقارير كتيرة وشائعات كتيرة حول ان الاقتصاد والانهيار لا الدولة مسكة نفسها وادرة انها تعدها الرئيس لم ينكر ابدا انه الناس والحققها تشتكي والانه يبقى فيه اقتصاد بس سنة انت من حقق يعني حققك ان انت تسأل وحقق حققك على الدولة انها تجاوب وتقدم لك المعارضة لا احنا فيه امكانات قوية جدا في البلد فيه بني اساسية وجاذب استثمارات فيه اراضي موجودة فيه مدن فيه اسكان اجتماعي فيه كمان تأمين الصح اللي انا بعمله العلاج ده ضمان العلاج لكل مواطن في مصر ده ممكن استبدال الاكل والشرب واللبس لكن ما اقدرش استبدال العلاج ده جزء مهم قوي في إدارة الملفات ملف العلاج ملف التعليم استكمال الملفات ومرحلة جديدة كمان في الانفتاح اكتر والمجال العامل واسع اكتر وده كله بالمناسبة في الكلمة الملخصة اللي قالها الرئيس وعد بده بشكل وده يعني السنوات الجاية سنوات احنا عدينا مرحلة انتقالها صعبة جدا السنوات الجاية ايضا مش سهلة تحديات كبيرة احنا شايفينها نتمنى انها تنتهي كمان الحرب على غزة في فترة قريبة ومصر بتبزو الجهود لنبدأ كمان انه كل الملفات تتبقى مفتوحة مع الطمأنة لانه كل التقارير والشاءات والحاجات نستند للحقائق وللعقل وده اللي استند الى المصرين وهو بيصوت في الانتخابات وبيصوتوا للرئيس ونواجهها بالعمل وبالمشاركة الايجابية كما ذكر السيد الرئيس بشكرك شكرا جزيلا لكاتب الصحف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم السابع نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على الحفظ شكرا صباح الخير مشاهدين خلصت حلقتنا كنا نمجودي معاكم نهاردة على مدار ثلاث ساعات نقابلكم إن شاء الله بكرة في نفس المعاد صباح الخير عليكم وصباح الخير ينصر اشتركوا في القناة